موسيقى 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 بسم الله الرحيم تحياتي لحضراتكم ان شاء الله يوم جديد يوم مبهج وان شاء الله نكمله بسعادة وخير يا رب يوم الخميس بأمر الله بوصول منتخبنا للمباراة النهية طبعا مباراة صعبة زي ما بنأكد على قوة المنافس ولكن احنا مصر المنتخب الوطني المصري دائما بيفرح جمهوره ودائما بيبقى عنده هدف معين هو سعادة المصريين ان شاء الله العيبة تبقى فاهمة كده واعتقد ان هم طبعا عندهم الاحساس ده ان لازم يفرحوا شعب مصر والجمهين المصرية وكل محبي مصر في كل مكانه اللي دائما بيبقوا بيسعادوا بفوز منتخبنا الوطني ان شاء الله ستكون حلقة مميزة النهاردة اخبارنا طبعا كالعادة ان شاء الله في جزء تاني من حلقة هيكون استاذ عصام شلتوت استاذ جمال الزهيري النقاد الرياضيين نتكلم طبعا عن منتخبنا نتكلم عن نادي الاهلي وايضا دوره المهم كممثل مصر فيه بطولة كأس العالم للانديا ان شاء الله كل التوفيق ايضا للنادي الاهلي في هذه المهمة الوطنية نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا وللنادي الاهلي هنبتدي اخبارنا ان شاء الله باهمها ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني ما فيش صوت يعليه فوق صوت المباراة القادمة ان شاء الله امام الكاميرون وبالتالي لما نتكلم كلنا في الاعلام الرياضي او في الشوارع والبيوت وحتى واحنا بنتفرج على الاهاوي هو ان شاء الله مصر تكسب المباراة القادمة مباراة صعبة كل متفق انها مباراة صعبة مباراة في الدور قبل النهاية صاحب الارض صاحب تاني اكبر عدد من البطولات بعد المنتخب المصري هو منتخب الكاميرا وبالتالي طبعا يعني ان شاء الله التجهيز للمباراة دي ان شاء الله تكون على نفس قدر المباراة السابقة وبالتالي وبالتالي يعني اعتقد واحنا بنتكلم اللعيبة والجهاز الفني والمسؤولين اللي متواجدين هناك من اتحاد الكرة كلهم اعتقد ان احنا في جلسات موجودة في جلسات فردية للعيبة مع ميسر كروش في جلسات جامعية اللعبين ببعضهم والمدير الفني للتجهيز للمباراة القادمة ده جزء مهم جدا بعيد عن الملعب ودائما يعني لما بتتعامل صح النقطة دي بتجنس مرها بشكل كبير جدا جدا شفنا الروح للعبين في الماتشين اللي فاتوا والاخص في المباراة اللي فاتت لان المباراة اللي فاتت صعوبتها انك لما بتتأخر بهدف فيه ناس ممكن تقولك فيه لعيبة صغيرة على فكرة يا جماعة فيه نقطة مهمة جدا ان فيه عدد كبير من لعبي منتخب مصر الاول مرة تشارك فيه كأس الامم الافريقية وبالتالي الخبرات الافريقية ممكن او في البطولات المجمعة اللي زي كده تبقى ممكن تكون بسيطة ولكن انك ترجع بالشكل اللي احنا شفناه في المباراة المغرب بالثقة وبالقوة وبالاسرار وبالعزيمة اللي احنا شفناها لا بيأكد ان الخبرات اللي موجودة عند العيبة اصلا بالرغم انهم ملعبوش فيها في هذه البطولة قبل كده لكن عندهم خبرات عندهم اسرار وروح وده بيأكد ان الروح المعنوية ممكن تعود حاجات كتير جدا وده اللي احنا نتمنى احنا طبعا داعمين في الاعلام الرياضي كله والشعب المصري كله داعم لمنتخبنا عندهم امل وبهجة كل ما بنا نتذكر ممكن الاغنية اللي كانت شغالة من شوية وفي بداية الحلقة كنا بنا نتذكر بهجة وسعادة جمهور مصر في كل البطولات اللي احنا اخدناها وان الناس بتنزل في الشوارع بعد كده وفرحانة وسعيدة اعتقد ان دا شيء مهم جدا لازم لعبتنا والنجوم الكبار في المنتخب يبقوا حطينهم في ازهانهم والسعادة الكبيرة اللي بتحصل والفخر بيهم طبعا كنجوم منتخبنا والمجهود اللي بيعملوه عشان يسعدونا بشكل جديد دا احنا نتمنى عشان كده خلينا بس اقول لكم النهاردة كنت بشوف بعض الناس وانا مش عارف مين دول بالصراحة يعني اللي ممكن يقولك اصلي فيه لعيبة ممكن تهرب اصلي عيبة يعني ابو جبل تصاب وممكن يلعب المطش الجاي يبقى كده هرب لأ ما هو انت حالتك ما انت مش عارف كلعيب كورة وكدكتور ايه الاحداث نفسها اللي حصلت في الملعب او ايه مدى الاصابة او العضلة دي ممكن فيه لعيبة ممكن تلعب عليها بشكل معين لو هي اصابتها وصلت لمرحلة معينة فانت بتوديها في حتة اهلي وزمالك وده شيء مرفوض تماما وبيأكد عليه وبأكد عليه من تصريحات صلاح لان انت صلاح كان ليه جزء مهم جدا من تصريحاته على موضوع الاهلي والزمالك وايضا النهاردة كيروش برضو بيأكد عليها من خلال تصريحاته احنا هنا منتخب مصر فانت بتوديها اللي هناك ليه كده بتوديها للحتة دي ليه نرجو ان احنا في الوقت ده مصريين ولا اهلي ولا زمالك وما توديش ان فيه لعيب يعني تقول ان هو ممكن يبعد عن المباراة عشان لقى المباراة بقت صعبة خلص المباراة ما كانتش صعبة لان واضح جدا ان المنتخبنا في الوقت ده بيرجع للمباراة بقو ولولا صدت ابو جبل وبأكد على النقطة صدت ابو جبل اللي تصف فيها كانت الامور هتبقى صعبة اه فيه ناس بتعترض على تصرف ابو جبل ان هو فيضل شوية في الملعب عشان اه ما يطلعش ده روح ده الواحد يعني فيه لعيب من بيمسك الفرصة وشايف ان المنتخب محتاجه بيقولك لا انا مش اخرج لكن طبعا فيه مدير فني هو فهم الوضع وخرج والامور بالنسبة له والحمد لله ان هو خرج في توقيت مناسب من الاصابة عشان اه يقدر يتعالج بشكل سريع و وده مهم جدا عشان يرجع المباراة اللي بعد كده كلنا ثقف محمود جاد او او محمد صبحي اه حراس مرمى مميزين مش يبقوا موجودين في المنتخب الا ما يكونوا مميزين ولكن طبعا وجود ابو جبل كخبرات وكحارس مرمى التاني بعد الشناو وقصاب طبعا احنا حظنا وحش على فكرة احظنا حظوظ وحشة جدا لمنتخبنا من اول البطولة بقصابة اكرم توفيق في الصريبي ثم بنتكلم في الوينش ثم ايضا كان فتوح الحمد لله رجع يعني عندنا مجموعة من الاصابات يعني صعبة وتتجدد او بتبقى جديدة على اماكن معينة النهاردة حجازي بيسافر لالمانيا عشان خلاص الامور بالنسبة له بعيدة مش هيكمل وبالتالي يعني عندنا حظ سيء فبالتالي ارجو من الناس اللي بتخليه اهلي وزمالك والنبو جبل ازاي هيرجع المطش الجاي لو هو سليم لا الامور بالنسبة لبعض الاصابات ممكن يرجع لو تعالج بشكل سليم وان الاصابة ما كانتش قوية والخروج بالنسبة له كان للحفاظ عليه انه يلحق ما بعد ان شاء الله كان تأهلنا في الوقت ده وبالتالي ان شاء الله ابو جبل يكون موجود في المباراة القادمة ده اللي احنا نتمنىه وطبعا المدير الفني والجهز الطبي وهو شخصيا هم اللي هيحددوا الوضع ده يوم الخميس ولكن طبعا نتمنى ان كل اللعباتنا تبقى سليمة عشان كله الشارع خلينا نروح لدكتور اهاب الكومي عضو مجلس دارة اتحاد الكورة ويعني نتمنى عليه برضو من خلال كلامنا على المنتخب وتجهيزاته واللعبين المصابين وفي نفس الوقت يعني الاحتجاج الرسمي او اللي قدمه اتحاد الكورة بخصوص الحكم بكاري جسامة اللي تم الاعلان عنه انه هيكون هو حكم مباراة مصر والكاميرا دكتور اهاب تحاتي لحضرتك اه برحة اكيد يعني خليني في البداية اه انا مستمتع جدا بهذا الحديث الجميل اه اللي دان في بنادول طبعا على شخصية محترمة شخصية اه كبيرة في كرة القدم الله يخليك فاهم كل كلمة اه راحة فين وفاهم اه تبعيات اي كلمة بيقولها ايه فانا بحييك بصراحة على المقدمة الرائعة اللي انا بسمع اليها وكنت مستمتع جدا بكل كلمة بتقولها اه سعيد جدا وبكل تأكيد كتن فاروق احنا دلوقتي اه كلنا اه بقولها مرارا وتكرارا بنلعب كلنا تحت علم واحد هو علم مصر اكيدا بننسى انتمائتنا كلها ما فيش حاجة اسمها اهلي ما فيش حاجة اسمها الزمالة ما فيش حاجة اسمها اسمائيلي ولا بيرامن ولا تويتشر ولا اي نادي موجود سواء كان نادي خارج مصر او داخل مصر احنا كلنا دلوقتي ابناء مصر وبنلعب كلنا دفاعا عن اسم بلد كبيرة هي سيدة القرى الاسرقية سبع بطولات وان شاء الله تلنا في الطريق يا رب هو المنتخب المصري في مصر الجديدة اللي كلنا بنفتخر بيها وحنفتخر بيها ان شاء الله باسم الله رب العالمين انا عجبني يا دكتور يعني بشكرك طبعا على الكلمات واحنا في الاوف الاخر هو تعبير عن ان احنا يعني احنا لابنا في منتخب مصر مع اخواتنا نعم كلهم في الاهل والزمالك وبالتالي كلنا صحاب في بعض الناس بيوجهوا في امور يعني بيبعدونا عن الهدف الاساسي وهو دعم منتخبنا ودعم اللاعبين وبالتالي عمالي التشتيت يعني انا عشان كده بس بنحاول نوضح للناس اوقعوا تنصخوا في النقطة دي هليكم دايما في دارة منتخبنا وعشان كده لما محمد صلاح هو اكد على النقطة دي على فكرة نجمينا الكبير محمد صلاح والنهارده كلوش حتى يا دكتور اكد على النقطة الخاصة بمنتخبنا ان احنا بنلعب باسم مصر وعيس باسم أندية وبالتالي ان شاء الله ده اللي احنا بنأكد عليه من خلال هنا تواجدنا وبالتالي انا النهارده بحييكم كمان ان انتم يعني كل التفاصيل الخاصة بالمنتخب وما يدور حاولوا في هذه البطولة بتاخدوا اجراءات سريعة يعني الخاص بطبعا بكاري جسامة والاحتجاج الرسمي الخاص بالحكم بكاري جسامة لهذا اللقاء عاوز اقول لك ابن فاروق احنا النهارده في اتحاد الكورة من 11 صباحا موجود بستاذ جمال علام استادعى الكابتنا انصار مرد الفتاح بصفته رئيس لجمه الحكام وايضا هو طبعا اعضف لجمه الحكام الاسرقية في الاتحاد الاسريقي وبالتالي كنا موجودين في الاتحاد من 11 صباحا لازم بكاتن فاروق وانت سيد العارفين نكون فاعل وليس رد فاعل يعني دي الوقت ان خلاص منبقى ازه كل مرة رد فاعل بعد ما الحادث نبتد نقول يا ريتكو اننا عملنا ويريتكو اننا مش عارف ايه ومش كل حاجة انا النهارده عمال اتحك انا قاعد يعني بتابع من خلال سوشال ميديا بطو احنا عاديين اه اردود افعال الناس وانت حاك فين ويعمل ايه احنا شغلين وبناخد فطوات الناس نستعجلها لكن انا مع الناس الناس لا حق كلها لان الناس كلها تجمعك على حب المنتخب والناس كلها كانت سعيدة وفرحانة بعد مباراة ما الاخيرة امام المغرب وقبلها كل فار وبالتالي المنتخب المصري هو مصدر الفرحة والسعادة والجهد لكل الناس في مصر كلها فالناس متشوقة الناس متعطشة لانتصار جديد الناس كلها بتمنى الناس ببطولة جديدة وبالتالي حرص الناس وخوف الناس وانتعارفة كثم فاروق اننا عندنا مئة مليون خديث في قرة القادمة كلنا الناس كلها بتحبوا قرة القادمة عارفة العناصب اللي أعدى كلها بانا فيها التحكيم عارفة الحكم الجيد من غير الجيد عارفة الحكم الجيد فأنيا وفي نفس الوقت ممكن يكون سلوكيا مش كويس وبالتالي الناس كلها متخور النهاردة احنا عادنا عملنا حكيم الحاجة الاولى احنا العادنا ماتش المغرب وفزنا لكن الحكم السنغالي في المباراة برضو كان يعني التحامل على مصر كثم فاروق وشفت اكتر من لعبة تتحسب على نصف على مصرية الجزاء فأولاد والنتعارفين والناس كلها عارفة ان عندهم حكيمي بيعرف من اللعبة ريح رجل وبالتالي شفنا تحامل انذارات اخطاء كثيرة جدا كانت على منتخب النصر النهاردة عملنا الاول اه اتكلف الكاتب نصف والحكام كانوا موجودين اطعوا المباراة باخطاء الحكم السنغالي في المباراة مصر والناس وبعتنا ايضا للمتحاد الافريقي قلنا له على الرغم من فوز المنتخب المصر الا ان الحكم السنغالي تحامل على المنتخب المصري بدون مباراة واحنا برضو بنبضي الاعتراض على حكمنا في مباراة مصر والناس والأهم بعد كده أن الناس كلها بما فيها الاتحاد المصري والشعب المصري المتخوف من إثناء المباراة القادمة في الدور قبل النهاية أمام المنتخل الكاميروني لبكاري جسان على الرغم من أن الراجل كثير جدا نقول لك فنيا لكن هو دويس سوادي كثير جدا مع الأنبياء المصرية ومع المنتخلات المصرية وكننا ساكين من أهل والتراجل وهدف أنرامو اللي كان بالإيد كان في المباراة لكرة الطائرة والحكم أنا مش عايد بعد كده بعد ما الكافة تحصل ونرجع نقول ألا سبعت الحدث نفسه فأحنا عملنا برضو الاعتراض وضمننا مع السيدهاية الخاصة بمباراة المغرب ومصر حكم السرغالي وكل في الكاتل بمتابعة الأمر وأرسلناها إلى السكرتير الاتحاد الأفريقي اللي حيبط دوره حيبعتها للجمة الحكام سواء الاتحاد الأفريقي خد بما ذكره الاتحاد المصر وكرة القدم ومن تخوف الاتحاد المصر وكرة القدم أو لم يأخذ به وأثناء المباراة في النهاية بكارة جسامة لكن على الأقل إذا كان هناك نية مغيتة لإحجاز أمر صحيح يأخذ باله يأخذ باله على الأقل يا كابت لو كان مثلا أنا أسف لو كان خمسين في المئة أو سسسين في المئة لا يأمن العملية يبقى فيه السرس عليه ويبقى فيه ضغط عليه فده اللي كان الهدف من المطابة إن عرض فده خطوة أنا شيء أنا عارف إن ده شغلوكو في حتة واللعبين بيفكروا بطريقة تانية بشكل مختلف في الملعب يعني ده جزء مهم أنت بتعمله وأنا بحييكو عليه زي ما قوله دكتور ولكن اللعيبة يعني أنا عارف إن هم ما بيبصوش للنقطة دي والتركيز جوه الملعب ده وده الأهم ده الأهم كابتن فاروق أنت عندك منتخب كبير صحيح عندك أسماء كبيرة عندك كابتن محمد صلاح أفضل لعب في العالم لا يعين مثل هذه الأمور الراجل اللي بيلعب وشفنا أيضا في مباراة مصر والمغرب إزاي كان في الأوقات المناسبة بيتدخل مع الحاكل السنغال في أمور كثيرة جدا فإحنا عندنا من الخبارات ما يكفي داخل الملعب لكن زي ما حدثك وانت كابتن فاروق ده شيء لازم إحنا كنحية إدارية نتخذه لكن اللعبين بعيدين كل البعد عما يدد في هذا الهيطار اللعبين مركزين التركيز كدير جدا 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 أسهل المالعلام النهاردة الساعة 12 بيغادر مصر إلى الكاميرون إن شاء الله وحيكون فجر اليوم موجود معهم في الكاميرون إن شاء الله يعني في الهتمام كبير جدا جدا نهاردة وزيد الشباب الرياضة دكتور أشرف صفي وإحنا عاديين 3-4 اتصالات متتالية بيتطمن إحنا عاديين وليقين بيقولوا الخبر كذا اللي مسحة كدف محمد صلح طلعت إيجابية فنفس الوقت كان الحمد للنجا لنا الخبر الرسمي من الكاميرون إنه دأسة خلاص المسحة السربية والحمد لله ورغم كده أنت عارف عنصر السوشيال ميديا إزاي بدأت دلوقتي أخبار مغالطة كثيرة جدا بتظهر على الساحة لكن حب أطمن الناس كلها منتخذنا إن شاء الله قادر مهما كانت حجم الضغوطات اللي موجودة من الكاميرون وده حقهم أمنتخذ برضه بلعب على أرضه بيعشي الجماهير هل كان فيه ممكن مثل كروش يعني رد على تصريحات سامول إيتوى دكتور هل كان فيه تصريحات خاصة بيكو أو رد فعلي من خلال تصريحات سامول إيتو الذكر هذه المباراة بالحرب خلي بالك دكتور يعني بغض النظر وذكرها وده طبعا ممكن يكون اختيار أو الترجمة نفسها وهي قدة الإحاق ده لكن في الكورة احنا دائما بنقول حياة أو موت يعني مباراة حياة أو موت أو مباراة يعني لازم نوات نفسها وبالتالي فيه بعض الألفاظ وممكن تذكر في مباراة كبيرة زي كده بالفعل كابتن فارو يعني ممكن زي ما حضارك عارف أنا مش بدفع عن إيتو بس هو في أعلى نواة احنا دائما في مجال الكورة هو الحياة أو موت وماتش خلاص ولازم نعطني ولازم كل اللي عندنا نعمله بس هي كلمة الحرب هي اللي اتخذت يعني يعني مع المنتخب وما كنتش عارف حد قابل من في الدورة للنهاء ده ده كان بعد المباراة اللي كانت موجودة الدور الثمانية وانا كنت بحمس تعدك ان احنا لازم خلال المرحلة القادمة والدور اللي جاي لازم نحارف ولازم نصد المرادعية ونحصل على البطولة لكن بكل تأكيد لازم ما بين القصير نضع مصطلح حرب خارج يعني الإطار للأخلاق الرياضة وحضرتك عارف ان هي سموة بالأخلاق وتدعو إلى التقالق والمحبة ما بين الشعوب وخصوصا الشعوب الإفريقية اللي احنا منها اللي احنا دايما غيرين عليها اللي احنا دايما داعمين شوفنا قيادتنا السياسية دعمة لكل الأشقاء الأفارقة صحيح على كافة المستوىات وده اللي احنا عايزونا الرياضة تقرب الشعوب ولا تبعي للشعوب انا سأعيد جدا بالتقارب اللي حصل خلال هذه بطولة ما بين الشعبين المصري امره كنا طال انتظاره فغياضة هي التي تقرب ولا تحق لكن ان شاء الله أنا بطمن حضرتك بطمن جمهورنا ان شاء الله عندنا منتخب طادر عندنا أبطال رغم الإصابات اللي ضربت المنتخب تبتلنتم في موضوع أبو جبل أبو جبل شد الراجل اللي عندنا طبيب على أعلم ساعده كمان الحالة اللي عايز يرجع بيها الحالة النفسية لأبو جبل ان هو عاوز يكون موجود دي كله يعني قابتنا سرعة الشفاء وان شاء الله يكون موجود وصبح يكون موجود وكل رجالتنا يكون موجودين ويوم الخامس ان شاء الله بإذن الله نبارك بصعوب منتخب مصر المباراة النهاية ان شاء الله لكن الوينش وابو جبل يعني احنا قلنا ابو جبل ان شاء الله يبقى موجود الوينش أخباره كده يعني تمام سليم 100% دكتور الوينش سليم وحمدي فتح باردو يعني في حسبان طبعا كاتم كروش ويعني هو فقط حجاز زي ما حضرتك قلته سافر النهاردة لألمانيا عشان رحلة العلاج ونتمنى له العودة السريعة واحد من الأبطال زيه زي أكرم توفيل اللي بتنمان الناج ان شاء الله الشفاء الشناول الحارس الكبير العظيم كل من قد داخل منتخب مصر هو رجال بمعنى كبنة رجال ان شاء الله يرجعونا بمليون سلامة بمليون سلامة ويرجعوا كده يفرحوا جماعيهم واتمنى كمان بجانب انتخب مصر الناج الاهلي اللي بيشارك في طبعا في كاس العالم الاندية برضو ان شاء الله له فرح جماعي بالكورة المصرية ان شاء الله شكرك يا دكتور وان شاء الله نبارك لحضرتك يوم الخميس بأمر الله ومنتخبنا يعني بنفس أداء اللي احنا شفناها امام المغرب بنفس أداء امام كودفار يعني بالأمور هتبقى يعني بأمر الله بنفس الشكل ده هنكسب بسهولة لان احنا منتخب قوي ومنظم وروحنا هي اللي بتفرق دكتور هاب الكومي عضو بمجلس ودارة اتحاد الكورة بشكوره شكرا جزيلا طبعا على تعاقده معنا واكيد وإحنا بنتكلم عن المنتخب والروح الحلوة والجميلة عند لعبتنا ونجمنا الكبير والقائد بمعنى الكلمة محمد صلاح لمنتخبنا في الفترة اللي فاتت بيثبت يوم عن يوم وده لازم كل يوم هنقوله يا جماعة يعني كل يوم هم أولادنا أولاد مصر كلهم ولكن صلاح زي ما بقولوكم اللعبة بتصق فيه تحبه نجميته وجوده بالشكل الفترة اللي فاتت اللي احنا شفناه في أوروبا عاملة ازاي وجمهريته الكبيرة في أوروبا وفي العالم كله عاملة ازاي وبالتالي طبعا مصدر ثقة داخل الملعب ومصدر يعني روح بوجوده داخل الملعب بالأداء اللي هو بيعمله لبقية اللعبة وبالتالي صلاح فعلا بنسعد بوجوده وان شاء الله من خلال تواجده وتواجد النجوم الكبار اللي معاه وزميله واخواته وولادنا في الملعب بالشكل اللي احنا شفناه الفترة اللي فاتت ان شاء الله هنعدي احنا عندنا حاجة حلوة مصر لما بتوصل لنهائيات بتبقى صعب التفريط فيها بتبقى صعب الامور انك تفرض فيها وصلت تسع مرات خدت سبع مرات بغض النظر حتى في الفين وسبعتاشر امام الكاميرو اللي هلعبها خسرت امامها في المباراة النهائية ولكن طبعا هي الكرة كده لكن احنا كمصريين او منتخب المصري لما بيوصل للمباراة النهائية بيبقى صعب جدا جدا ان احنا نخرج من غير ما ناخد البطولة نخرج من البطولة من غير ما ناخدها ان شاء الله ان شاء الله بس نعدي المطش اللي جاي ده لانه مطش صعب زي ما بنأكد ان هو صاحب الارض ومنتخب قوي وتاني يعني اكتر منتخب اخد بطولة افريقيا بعد بعدينة وبالتالي هنا صعبتها وبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب خليني هطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل نكمل كلامنا واخبارنا هنا في البريمو وابا اكد لحلالكم ان شاء الله في الجزء التاني من الحلقة يكون معايا استاذ صام شالتوت وستاذ جمال زوهيري هنكمل كل كلامنا عن منتخبنا الوطني خطوة ديدة خطاها المنتخب الوطني نحو لقب البطولة الافريقية في نسختها الثلاثة وتلاتين واللي بتقام بالكاميرون بعد الفوز على المغرب في ربع نهاية البطولة بهدفين مقابل هدف ولم يكن مشوار الفرعنة مفروش بالورود بل ان هناك مشوار خاضوا اللعيبة لحد ما وصلوا لقبل نهاية البطولة الافريقية فبدأ المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نيجيريا بالجولة الاولى من دور المجموعات وخسر الفرعنة بهدف دون رد وفي الجولة التانية التقى مع غينيا بيساو وتغلب عليها بهدف نظيف ثم مواجهة اخرى مع السودان في الجولة التالتة والاخيرة من دور المجموعات وفاز الفرعنة ايضا بهدف دون رد وفي دور الستاشر التقى الفرعنة مع كوتي بوار وانتهى اللقاء بفوز مصر برقلات الترجيح خمسة أربعة بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي وفي الدور الربع النهائي التقى الفرعنة مع عصود الأطلسي وتغلب الفرعنة بهدفين مقابل هدف بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب وفي الأشواط الإضافية سجل تريزيجي هدف التقدم للفرعنة ومن المقرر انها يلتقي المنتخب مع نظيرو الكاميروني في نصف نهاية بطولة أفريقيا يوم الخميس المقبل الموافق 3 فبراير الجاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أننا المنتخب العربي الوحيد المتواجد حتى الآن في هذا الدور وخلاص يعني كل المنتخبات العربية تونس المغرب الجزائر وجزر القمر خرجت من هذه البطولة وبالتالي المنتخب العربي الوحيد حتى الآن يعني المتواجد في البطولة ان شاء الله يكمل المباراة النهائية وبالتالي حاسين وشايفين الدعم اللي موجود من إخواتنا في تونس والجزائر والمغرب من خلال طبعا السوشيال ميديا والتعليقات بالنسبة ليهم عن منتخبنا الوطني وتمنياتهم بأن المنتخب يوصل للمبارة نهائية ويكسب هذه البطولة وده شيء جميل يعني إحنا سعداء به جدا جدا من أشققنا طبعا المغربة والتوانسة والجزائرين وبالتالي إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا للنهاردة عمل المسحة الخاصة به والمسحة الخاصة أيضا باللجنة المنظمة وتأكد أن ما فيش حد عنده أي مشاكل في المسحة والحمد لله الأمور خاصة بكورونا الحمد لله زي الفل عشان بس الناس زي ما قال كده دكتور قابل كم معنا أنا فيه خبر كده كان مضروب تدعى أن صلاح عنده كورونا لكن الحمد لله يعني إحنا عاملين مسحتين كده دلوقتي كل الأمور بالنسبة ليه اللعيبة تمام زي الفل هنأكد ونتكلم على موضوع الحكم لكنه بأكد برضه إن اللعيبة بتفكر بشكل تاني مختلف وتركزها في الملعب وزي ما بنقول كده عندنا قائد كبير هو اللي بيعرف يتكلم مع الحكم محمد صلاح شوفنا أسلوبه وأتمنى أن النيني وأي حد كان ممكن في المرش اللي فات كان فيه عنده حتة الحمي كانت موجودة خلاص ما يعملهاش تاني عشان بيفقد جزء كبير جدا من مجهوده بيفقد جزء كبير جدا من تركيزه في حالة الاعتراض والاعتراض بالشكل اللي أنا كنت شايفه لنيني لأن النيني لو ما كانش اعتراض بالشكل كان عمل مرش أفضل من اللي هو عمله يعني النيني عمل مرش آيل بس تخياله بقى عملية الطاقة اللي كان بيطلحها في أنه يعني يعني يعترض ويزع للحكم كهت الأمور هتبقى مختلفة ولكن احنا من خلال القنوات الرسمية اتحاد الكورو أقدم نهاردة شكوى واعتراض رسمي من خلال تواجده للمسؤولين في الاتحاد الأفريقي وده حاجة محترمة لكن خلينا برضو من خلال وجود الحكم بكاري جسامة وتاريخه اللي موجود بالنسبة مع الأندية المصرية لأهلي والزمالك والمنتخب الوطني هو مع المنتخب الوطني كان معانا في مطش الكون ولو تتذكروا وده أنا ضرب الجزاء اتنين واحد وده معناه أنه هو في مع صاحب الأرض الأمور معهب تختلف أي أن كان كانت ضربة الجزاء صحيحة لترزيجيلا وده نتذكرها طبعا لكن إلى حد ما طبعا صاحب الأرض هو الكاميرون وجماهيره موجودة ممكن الأمور بالنسبة له طبعا يبقى فيها شيء من التعاطف شوية وعشان كده أعتقد أن الخطوة مهمة جدا أن أتخذها تحد الكرة بالاعتراض الرسمي على بكاري جسامة خلينا نروح للكابتن توفيق السيد حكمنا المصري والدولي إصابة ورئيس لجنة حكام بمنطقة القاهرة وأخذ رأيه في تعيين الحكم بكاري جسامة بالرغم من في حكمين موجودين من خارج القارة الأفريقية من المكسيك وجواتيمالا كان ممكن يتم الإسناد ليهم مباراتين في الدور قبل النهائي يعني إحنا بنتكلم يعني في عندنا فرق مطشين مطش بكرة السناغال وابوركينة فاسوب ومطش بعد بكرة مصر وقال كامل كان ممكن لو ما كانوش مشوا أو كانوا يعني تتم الإستعانة بيهم كانت الأمور بقت أفضل ويعني كانت الأمور تحلت بشكل يبير كابتن توفيق تحياتي ليك كابتن كابتن محمد تحياتي ليك والسادة المشاهدين أنا مش عارفين لجلس حكام الكاف عايزة منينا إيه الحقيقة هو حتى الآن وإحنا يعني في بعض المشاكل شفتناها في التحكيم ولكن في مطش ومطش بنشوف يعني مطشات كويسة مطشات ووشة وديه في حد ذاتها يعني حاجة غريبة في البطولة وبالتالي طبعا كانت تخوف من كده برضو بالنسبة صحيح أنا متفق مع حدوك تماما لأن الناس كلها لها حق أنها تتخوف يا كابتن محمد ليه؟ يمكن أنا برضو عايز أخذ من كلام حضرتك آخره أننا اللعيبة إن شاء الله لازم تكون مركزة تبعد بكل البعد عن الاعتراض على قرارات الحكم لأن ذا ما حدوك أشرت وثنوط مهمة جدا المباراة اللي فاتت محمد بنيني اعترض بشكل غير طبيعي على حكم المباراة كان ممكن يشهد لمطاق العبرة سهلي جدا صحيح أعتقد أن جسامة كمان بتمتع بشخصية قوية خلي بال جسامة بيتمتع بشخصية قوية رغم طبعا لأنت عارف أن نوعية الحكام من نوعية جسامة دي ببعنده شخصية قوية لكن اللي أنا عايز أقوله حضرتك كلامة محترم جدا اتكلمت على أن لابد اللعبة يكون مركزة في الملعب ويسيبه قائد الفريق اللي هو كابتن محمد صالح الرجل بيتكلم مع الناس بطريقة معينة وبيعرف عنده ثبات فعالي كبير جدا نفس الشيء ينطبق على الجهاز الفني والإيديار يا كابتن محمد مش عايزين مع كل كورة تماسة بصة لأت بيكة كلها قامت وقفت لا إحنا عايزين مش عايزين نصدر لللاعبين في الملعب إن شاء الله بإذن الله عندنا منتخب محترم منتخب عظيم منتخب كبير لعبين وجهاز فني على أعلى مستوى إن شاء الله نقدر دفوسك المباراة في الملعب رغم أنف الحاكم أنا طبعا متفق مع كل الناس فإن اختيار جسامة لهذه المباراة أنا معرفش هل هو عند من لجنة حكام الكاف ولا إيه يعني أنت النهاردة جسامة أدار المباراة الأولى منتخب مصر ومنتخب ناجيري وكان عنده أخطاء أعتقد ما أثرت على تكتب المباراة كان هناك راكل جزاء محتملة النهاردة لو رجع لتقنية الفاركة من الطبيعة أنه رجع يحسبها مرضيش يروح ومرضيش هو تاريخه وزي ما حضرت قلت وأشارت مع الأندية المصرية تاريخ مش أوكي مش مش كويس يعني أنا بشوف أن فيه عند من الاتحاد الأفريقي فيه تعنط واضح واضح حضرتك أن فيه حكمين الحكم المكسيكي والحكم الجوئتمالي هم موجودين الاتنين كان سهل جدا أن أي واحد فيهم يحكم المباراة الدور قبل النهائي لكن أنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي طبعا أنت قلت نقطة كمان مهمة كابتن محمد أن نوعية الحكام دي بتجمل أصحاب الملعب نوعية يعني تلاقي الحكم ده بيجمل أصحاب الملعب أنا بشوف أني فيه ضغط على الجسامة إن شاء الله بكرة لأن الجسامة مش بمعنة يعني موجود معنا في الصورة ويكون في الصورة أن الدنيا كلها بتعترض على قراراته والدنيا كلها متحفزة عليه أعتقد أعتقد أنه ممكن يؤتي ثباره يعني فكرة الاعتراض الرسمي من الاتحاد الكرة شايفها زي برده وكبت شوف حول لحظك الحاجة الاتحاد المصري بيقدم اعتراض طبعا لكن الاتحاد الأفريقي ما بنزولش الاعتراض ده الحقيقة خلينا نتفك على ده أنت بتقدم تحفظ على الحكم ده ممكن فيه نوع من أنواع الضغوط على الحكم أو على المسؤولين بتوع الاتحاد الأفريقي الحقيقة لكن إنه هو يغير الحكم لا هو مش هيغير الحكم لازم يغير الحكم دي لو فيه حيثيات مهمة جدا إن الحكم ده عمل كذا الحكم ده كان ليه تاريخ كذا كلام ده كله ما أعتقدش إن الاتحاد الأفريقي هياخد بيه لكن خلينا نقول إن دي خطوة كويسة من الاتحاد المصري طبعا خطوة محلقة جدا إنك أنت بتحط الحكم تحته بغط هو أكيد عارف دلوقت إن الاتحاد المصري اعترض عليه وقدم فيه احتجاج إنه هو مش عايزه يحكم له إذن هو حاسس إنه هيكون عليه ضغوط فبالتالي أنا بشوف إنه ده ممكن يكون فيه سبب رئيسي يكون إنه هو يمشي بشكل كويس يعني طيب النقطة الأهم تفاضل يا كابتن تفاضل يا كابتن فيه نقطة ما عندك النقطة الأهم هي عصد الاعترضات اللي قدينها كابتن حمد جسامة زي ما قلت حدك بمرة تانية بأكد يا جماعة جسامة من الحكام اللي عندهم شخصية في الملعب ودي النقطة اللي لك أكدت هكلمك فيها كابتن إحنا عمدنا تقريباً خمس لعبين عندهم إنذارات من المطش اللي فات وبالتالي يعني إحنا بنبص يعني برضو عشان ناخد بالنا لأن إحنا بعد كده لو ربنا قرم وكملنا في المباراة النائية أنا معرفش طبعاً هل اللايحة الخاصة بكل دور بتختلف إنك ممكن تلغي الإنذار اللي كان في الدور اللي قابلي كده وهل لو مفيش إلغاء لازم اللعيبة تاخد بالها وحطة الإعتراض وحطة اللعيبة اللي عندها إنذارات تاخد بالها برضو ولا أنا غلطاناً كابتن مع بكاري أنا معرفش بكاري هل هو سريع الإنذارات هل هو طبعاً أنا لسه بتكلم مع حضرتك بقولك أنه عنده شخصية هو مش يسمع بإعتراضات من هذا النوع لأن إحنا شوفنا في المباراة الأولى برضو لدينا تعريباً بتقطين أو ثلاثة أنا بشوف أن بكاري جسامة من الحكام سريع جداً فيه اللي هو بيطلع الكروت الصفرة لا الدور ده كابتن محمد ما فيهوش شيء الإنذارات اللعيب اللي هياخد بطاقة هيتوقف في المباراة النهائية عطول إن شاء الله ما حدش ياخد بطاقات إن شاء الله اللي عنده إنذار لازم يحافظ عليه إن الحكام مش هحافظه على إنذار إن النهاردة خلينا في الملعب ونركز في الملعب أنا بشوف من وجهة نظري إن إحنا تكتيج إن إحنا ممكن نكسب الحكام يعني هدوء اللعبين وتعامل اللعبين مع الحكام في الملعب ممكن تكسبها كابتن محمد كابتن محمد حالك كنت لعيب كورة كبيرة ودولي وعيب دولي ولعيب في النادي الأهلي طبعاً فمرت بأكيد بالتجارب دي أحياناً إن الحكام لما اللعبة تتعامل معها أو بتحط عايزين نقولها بالبلد كان يمكن يختش صحيح أنا أعتقد إن شاء الله إن المباراة هتعدي بشكل كويس جداً أنا أعتقد إن جسامة دلوقتي محطوط تحت ضغط أعتقد إن الأمور إن شاء الله إن شاء الله تمشي بشكل كويس إن شاء الله بأمر الله كنت تتوفيق إن شاء الله بارك لبعد بأمر الله بأمر الله يوم الخميس بأمر الله كابتن تتوفيق أنا بشكراً حتى كابتن تتوفيق السيد طبعاً رئيس منطقة القارة للحكيم وخلينا يمكن نكمل أخبارنا الخاصة بالمنتخب نعرض كان المؤتمر الصحفي الخاص لكروش ويمكن كان في رد طبعاً على ما ذكره سامو الإنتو رئيس الاتحاد الكاميروني على إن المباراة هي حرب وطبعا في الآخر كانت تصريحات صحفية خاصة بكروش وأن كروش حتى كان لي رد جميل جدا على سامول إيتو وقال إن كرة القدم تتلعب للمتعة وإسعاد الناس وليست الحرب الحقيقية هي حماية من يموتون من على أبواب الملاعب قصده يعني اللي حصل في مباراة الكاميرون وغزر قمر أنا أتذكر فيه طبعا مجموعة من المشجعين الكاميرونين توفوا فيه أثناء دخولهم الملعب نتيجة طبعا التدافع في الوقت ده نكلم أيضا على القوة العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني وإن المنتخب عائلة وحدة نكلم على ما قالوا صلاح أو قالوا صلاح في التصرحات الأخيرة ولكن أنا أكدت عليه في الإنترو الخاص بأن المنتخب مش أهلي يا زمالك المنتخب هو منتخب مصر وبالتالي كله زي ما بقول عائلة وحدة وإحنا مكملين كمنتخب مصر لإسعاد المصريين في كل مكان في العالم ده تصرحات ميستر كروش النهاردة أيضا أحمد حجازي نجمنا اللي فقدناه في الماتش الأخير من المنتخب مغربي بإصابته في العضلة الضمة توجه إلى ألمانيا طبعا ألف سلام على أحمد واحد من اللاعبين المهمين واللي كان طبعا تكملته مع المنتخب في الماتش اللي زي ده والماتش اللي جاي إن شاء الله اللي بعد كلا كمان لو كنا إن شاء الله الوصول للمبارنة كان هيفرق كتير لكن طبعا عندنا العيبة رجالة تانين لون شاء هيرجع محمد عبد المناء موجود عندنا أي منقاشة فيه قدر يشتغل في المنطقة دي لكن في الآخر طبعا ألف سلام على أحمد حجازي نتمنى العودة سريعا إلى المدى في نفس الإطار طبعا قلنا أبو جبل بيتمرن تمرينات علاجية عشان يلحق يوم الخميس كده يكون سليم تماما للمشاركة بشكل بأمر الله أساسي بأمر ده اللي احنا نتمنىه وكل الثقة في محمود جاد كل الثقة في محمد صبحي للنزل المتش اللي فات ممكن الفترة اللي كان موجود فيها للفترة التقريبية نحن نتكلم في ربع ساعة ولا نصف ساعة يعني كان هايل محمد صبحي ما فيش أي مشكلة الحمد لله الأمور بالنسبة له يعني لعيب وحارس مرمى مميز جدا ونشوفه في الدور المصري ولكن طبعا فكرة أنك مرة واحدة تلاقي نفسك في طولة الأمة أفريقية بعد إصابة اتنين حراس مرمى تبقاليها طبعا رهبة والحمد لله عدينا نلمطش واللعيب أكيد الوقت اللي لعبه ده ده له ثقة إن شاء الله في المباراة القادمة حتى لو أبو جبل ملعبش هو موجود يعني هيكون حارس لمنتخبنا بشكل قوي بأمر الله ده اللي احنا متمثلين فيه خير إن شاء الله في محمد صبحي مباراة السنغال وبروكينة فاسو طبعا الحكم الأثيوبي باملاك تسينبا طبعا هو اللي هيكون موجود كحكم ساحة ويعني واضح اتحاد أفريقي ما أخدش حد مبارا زي ما قلنا كان فيه اتنين حكام من المكسيكو الجاتيمال لكن يعني يفضلوا أن يبقى الحكام الأفاركو هم المتواجدين في المباراتين دون النهاردة كان فيه مباريات فيه كأس الربطة هتذكر حضراتكم بهذه المباريات أمبي فاز على أفاركو 2-0 بفوز امبي النهاردة وفوز غازل المحلة كان نادي الاتحاد كان مرشح أنه يبقى من أحسن تواني لكن بفوز امبي وفوز المحلة خرج الاتحاد من الأدوار النهائية فيه هذه البطولة وبالتالي طبعا كان مكسب المحلة ومكسب امبي كانت خسارة لفريق غازل المحلة اللي كان على أمل أنه يطلع أحسن تاني فيه هذه البطولة غازل المحلة بيفوز على سرميك كيلو باترة 2-1 الزمالك بيخسر من طلاقة الجيش 1-0 أو 0-1 وبنتكلم طبعا نادي زمالك ما تكسبش فيها هذه البطولة إلا مباراة وحيدة وبالتالي مستوى فني يمكن ما كانش يتقبله جميع النادي زمالك مستعيدة بيه تماما وده اللي قاله النهاردة في المؤتمر صحفي ما بعد اللقاء أنه هو إدى الفرصة لبعض اللعابين اللي ما كانوش بيشاركوا وكانوا بيطلبوا بالفرص في الفترة اللي فاتت ولكن هو حزين أنه هو لقى أن اللعيبة ما طلعتش أقصى حاجة عندها في هذه المباراة وبالتالي طبعا أنه هو حزين على الشكل الفني بالنسبة للمباراة الخاصة بكأس الرطة وتكلم كمان على عملية الخصم الخاصة بمجلس الإدارة للعيبة وليه هو شخصيا لكن الرجل ممكن رد رد زكي جدا أنا قال لك الإدارة لها الحق أنها تعمل اللي هي عايزه وبالتالي أو اللي هي عايزه وبالتالي طبعا يعني هو متقبل هذا الخصم ده من خلال تصريحاته ما بعد اللقاء طيب خليني بس يعني شيء مهم وإحنا كنا بنتكلم على الأهلي وطبعا سفروا ووصولوا ليه الإمارات في بوظبيو ونتمنى طبعا للأهلي اللي بيمثل مصر أيضا في بطولة مهمة كأس عامل قندية والحقيقة عشان بس نتطفق على شيء إن البطولة موجودة في وقت تركيز الناس وتركيز يعني معرفش العيبة اللي موجودة في بطولة الأمة أفريقية كل الناس مركزة الحالة نفسها بتخليك مركز أكتر حتى للحالة الجماهيرية يعني مركزة أكتر مع منتخبنا الوطني اللي موجود والشكل اللي موجود في بطولة الأمة أفريقية وبالتالي توقيت البطولة وده الاتحاد الدولي أنا معرفش طبعا يعني شيء غريب جدا إنه هو يصر على المعاد ده بالنسبة ليه كأس العامل القندية وفيه وقت ممكن يكون كمان البطولة بطولة الأمة أفريقية بتبقى خلاص بتتكلم في الأدوار النهائية والحالة نفسها كل الناس ببصة وكل اللي عابين كمان مركزين في النقطة دي وإنه هو يعمله يصر على النقطة المعاد ده الخاص بكأس العامل القندية لكن خلينا أقول لكم تصريحات كابت الخطيب طبعا اللي اعتذر عن التواجد في الإمارات نتيجة طبعا حالة المرادية الخاصة به والدكتور معه وعيد الدكتور معاه وبالتالي طبعا كلم في تصريحات خاصة لكابت محمود الخطيب إن هدف المنديال بالنسبة للنادي الأهلي لم يتغير ما بتحدث طبعا نادي أهلي لا يتحدث عن الظروف وقررنا كان مصر أولا طبعا تنثيل مصر في هذه البطولة ده شيء مهم جدا ودائما نادي الأهلي طبعا عنده تركيز في المنطقة دي منطقة بيمثل وطنه طبعا نادي الأهلي ممثل بلدنا في هذه البطولة دي حاجة طبعا تحترم أيضا كلم كالتخطيب على أن قلع الحمراء تضع مصلحة المنتخب المصري أولا وجمهير الفريق ومسؤوليتهم الدعم الأول لفرعنة في كل الأوقات وأثق في لعيب الأهلي المشاركين في كأس العالم وأي لعب يرتدي قميص النادي في أي مناسبة مهما كانت الظروف سابز القصرة جهده اللي رفعت اسم القلع الحمراء الأهلي ومسؤوليه في موقف مثل الحالي لا يتحدثون عن أي ظروف أو معطيات أخرى هدفنا من التواجد في المونديل لن يختلف عن المرات السابقة وهو تحقيق أفضل عروض ونتائج في المباريات يعني طبعا التكلم كالتخطيب على التضارب الوقت وأن كان في وعد من رئيس الاتحاد في الوقت هذا سيد أحمد مجاهد المنصح من مجاهد وطبعا نادي الأهلي أثناء على التصريح الخاص بلمنصح من مجاهد لكن في الآخر يعني ما حصلش أن الأهلي لعب بكامل نجومه يعني المتواجدين في المنتخب الوطني وخلاص يعني أنت في أمر واقع وزي ما قالك التخطيب أن النادي الأهلي ما غيرش خطوته عن كأس العندية في المنافسة والثقة في اللعبين والتشارت الأحمر هو الفايصل في النقطة دي والروح العالية اللي هتبقى موجودة عند اللعبين اللي يمكن مجموعة كبيرة جدا يعني مش متواجدة من اللعبين الأسيين المتواجدين في المنتخب مصر اللعبين اللي متصابين اللعبين اللي عندهم كورونا حاجات كثير جدا أنا هقول لكم القايمة الخاصة بالنادي الأهلي ممكن الحمد لله مصطفى شبير خف طبعا ده كان ظروف كورونا طبعا في الفترة اللي فاتت خف الحمد لله وسافر للإمارات دي القايمة الخاصة بالنادي الأهلي علي لطفي مصطفى شبير ومصطفى مخلوف وحمز علاء خط الدفاع رامي ربيع ومحمد هاني محمود وحيد وكريم فؤاد ومحمد أشرف وياسر إبراهيم وليد سليمان وقفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وقاليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي محمد مغربي أما الهجوم يمكن بيرستاو مصاب لكن هو سافر معاهم محمد فخري وحسين حسن والويس ميكسوني وزياد طارق وهناك طبعا فكرة الرأس حربة حتى الآن بعد غياب محمد شريف مع المنتخب وإصابة صلاح محسن وحتى بيرستاو مصاب في مشاكل في المنطقة دي الراجل بيحاول يجهز حسن حسن عشان يرجع في المباراة دي هو مصاب برضو وبالتالي طبعا ظروف يمكن صعبة جدا بالنسبة للنادي الأهلي في المباراة الأولى أمام الفريق المكسيكي منتيري إن شاء الله يعني يكونوا قد المسئولية ويعدوا الصعاب دي إن شاء الله بس الماتش الأولاني بس الأهلي يعدي لو ربنا أراد يعني الماتش تاني إن شاء الله يكون الدولين يبقوا متواجدين يرحقوا ويكونوا متواجدين ويشاركوا مع النادي الأهلي لكن كل الدعم أيضا للنادي الأهلي اللي بيقوم بشيء مهم جدا وهو تمثيل مصر فيه كأس العام الأندية وبالتالي طبعا ليست المرة الأولى وده شيء مهم جدا إن بلدنا يبقى عندها فريق بيحصل عبطوط أفريقيا وبيوصل يبقى بيلعب مع الفرق العالمية من كل أنحاء القرات وبالتالي ده شيء مهم جدا النادي الأهلي بيقوم بكل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي خليه أطع الفاصل أستقبل ضيوفنا النهاردة لأستاذ عصام شلتوت أستاذ جمالي زهيري النقضين الرياضيين وهنتكلم طبعا للمنتخبنا والدعم الكبير إن شاء الله للمنتخب في مباراة وقادمة أمام الكاميرا عينة لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لقرة القدم كاف الجامبي بكري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون في نصف نهاية بطولة كاس الأمم الإفريقية فأدار الحكام الجنبي بكري جسامة أربع مباريات للمنتخب الأول شهدت انتصار الفرعنة في ثلاث مباريات وخسارة مباراة وحيدة أمام تونس في تصفيات كاس الأمم الإفريقية 2015 واللي تسببت في فقدان مصر لبطائة التأهل لكاس أفريقيا وأدار نهاي دوري أطال أفريقيا 2017 اللي جمع الأهلي مع الوداد المغربي واللي انتهى بفوز الأخير بهدف نظيف وتوجب لقب البطولة وهجمه عمال متعب داخل الملعب نظرا لقراراته السيئة اللي جعلت المارد الأحمر يخسر اللقب كمان في 2019 لما واجه الأهلي فريق سانداونز الجنوب إفريقي في عياب دور ربع النهاي من دوري أطال أفريقيا في المباراة اللي كان بيحتاج فيها الأهلي لتعويض الفسارة بخماسية في لقاء الزهاب كان هو اللي بيدير اللقاء وشهدت هذه المباراة أخطاء تحكمية كبيرة وتعرض الجنبي بكاري جسامة لانتقادات لازع بعد إلغاء هدف صحيح للمارد الأحمر في الديئة 48 بجانب السماح للعاب سانداونز بإضاعة ما يقرب من 10 دقايق في الشوت الأول واحتسب ديئتين فقط وقت بدل ضائع وسط زهول جميع الحضور ولم يسلم الفارس الأبيض أيضا من قرارات بكاري جسامة تحكمية ولعل أشهر المباراة كانت في إياب نصف نهاية الكنفدرالية 2015 وملعب فيتر سبورت كان شاهد على مباراة الزمالك ضد النجب الساحلي بعد مقام الجنبي بطرد علي جبره وقت مبكر جدا من المباراة ليحرم الأبيض من ريمونتادة تاريخية فلم تكن سلاسية الزمالك كافية لانتزاعه بطاقة الترشح كمان أدر جسامة مواجهة الزمالك أمام سانداونز في إياب نهاية دوري أبطال أفريقيا واللي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف وفوز بطل جنوب أفريقيا بالبطولة بعد فوزه بسلاسية في لقاء الزهب فارتكب أخطاء عديدة ضد القلعة البيضاء كاملين مع حضراتكم وأكيد الكلام مستمر عن متخبنا الوطني وفي الحقيقة أنا يمكن دايما بنتعلم من أخطاءنا 2017 إن شاء الله مش هتحصل تاني في المباراة القادمة أمام المنتخب الكاميروني عندنا لعيبة مركزة والحالة اللي احنا شفناها للاعبتنا بتقول كده إن احنا إن شاء الله المباراة القادمة بمنطقة القوة هنلعبها بمنطقة القوة هنشتغل في الملعب آخر دقيقة في المباراة عشان نسعد الجمهور ده يمكن إحساسي الواصلي من لعبين ممكن كنا لعيبة زي يوم وبالتالي طبعا في ماتشاط زي كده مهمة الحالة المعنوية والروح بترتفع أكتر وأكتر خلينا راحب بديوفنا النهاردة وكبتيننا برضو في الصحافة الأستاذ الكبير والناقد الرياضي الكبير أستاذ جمال الزهيري وأستاذ أصام شلتود طبعا الكاتب والناقد الصحفي الكبير خلينا راحب بيوم أستاذ جمال برحب بيوم مبارا كبتين فاروق وسعيد بوجوده معاك طبعا مع أخويا العزيزة حبيبة أستاذ أنت منورين وبسعد بوجودك الله يخليك أستاذ أصام برحب بيوم مبارا كبتين وحيشي طبعا حبيبي شياكتك وصاحب المناديل الحالو عفو كبتين دايماً انت جايب لليك كلامك دايماً جايب للك كلامك أستاذ أصام اشتغلنا سبب في قناة القليل دايماً كنا نزيد المناديل إيه ونبتدي لا لا وده يشتغل كده يقعد معانا يأكل الجو لا والله خبتين دايماً جايب طيب خلينا نبتدي وما تخلنا يمكن من المنتخب ونحنتكلم عليه في كل حاجة في تفاصيله خلينا نتكلم من بداة من الحكم والنهاردة الأمور الخاصة بالاتحاد الكورة ودائماً كنا بنستنى الحكم يعمل حاجة وبعد كده نبتدي ناخد خطوات ولكن النهاردة يمكن الشاكوى الخاصة الرسمية والأطراض الرسمي من الاتحاد الكورة على الحكم بكاري جسامة ورأي حتك في هذه الخطوة بالذاتية هي كخطوة استباقية كويسة إنما أنا اللي يهمني أكتر هو تطور أنا بتكلم بها على الكورة تطور أداء المنتخب بعد دور المجموعات يعني مطميني أنا شخصياً التالي تطمين آه يعني الأول يمكن كل الناس كانت معترضة على أداء المنتخب وعلى شكله طبيعي جداً وعلى فكرة ما حدش يلوم الناس اللي كانت متدايقة لأن المنظر كان يدايق الجميع لوما إيه مفروض؟ دا منتك كلمت بقى؟ آه حدثك كنت من ضمن الناس اللي يعني أو من الناس اللي كنت منتقد أداء المنتخب في بعض الناس قالك الانتقاد دا جابنا تكته مع آه أكير 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 الانتقاد النقد الموضوعي المفروض أنا مش بتكلم على كيروش ولا غيره أي مسؤول في أي مجال مفروض أن النقد بيمثل بالنسبة له إيه؟ أضواء كاشفة هو يستفيد والله صحيح أنا مش متخص الجمال المقولة العظيمة يعني رحم الله من أهد إلي عيوبي يا سلام لكن أنا ممكن أعود أقولك أنت أجدع واحد في العالم وأخطائك أداري عليها في الآخر هتغرق وتغرقنا فلازم نذكر برضو عشان الناس ما تخلطش أنه اللي ادانا الإيحاء من البداية بأن موقفنا ضعيف مش إحنا هو كيروش نفسه لما طلع قال أنا محدش يسألني على البطولة أنا جاء عشان كسل عالي بس الوضع اختلف أصناع البطولة الوضع اختلف فالناس حتى الرأي العام السوشيال ميديا والرأي العام الشارع الرياضي كله التف حوالين المنتخب يعني بقى قوة جبارة جدا أرجع بقى لنقطة التحكيم طبعا خطوة كويسة من اتحاد الكورة إنه هو عمل إجراء تحفوزي اللي هو استباقي إن أنا الحكم ده أنا مش عايزه دي ممكن يبقى لها تأثير في أداء الحكم لكن أنا أرجو إن اللعيبة ما تشغلش بلها وتحاول بقدر الإمكان تتجنب إنها تدي الفرصة للحكم إنه هو يظلم منتخب مصر يعني بمعنى ما يبقاش فينا أرفازة خالص لازم المباراة دي تبقى هادية جدا أنا سمعت الكلام للسفير متحة الميليجي بيقول إنه لغاية دلوقتي الكاميرونيين معانا زي الفل ما ضمنش يوم مباراةنا إيه ولذلك إذا فوزنا لابد أن يكون تصرفات الجماهير بتاعتنا في منتقى الوعي الناس اللي هاتسا حالو برسالة قبل ما يسافروا بالزبط وكمان لا قدر الله لو خسرنا نتجنب المشاحنات أو المشاحنات بالزبط سؤال صام برضو رأيك في بكاري جسامة والموقف الخاص بالتحدث شوف هو يعني رجوعا لفكرة النقد الناس كلها انتقدت كرش ونورت نور بالنسبة للمتخصصين اللي هو فكرة انت جاي بلد أصلا كبيرة في الكرة زي ما انت اسم كبير ما ينفعش تلعب اليمين شمال والشمال يمين لكن كان فيه كارسر ارتكاباتها اللي جان اللي فاتت والكابتن حسام البدري قالوا هي عدم وجود فترات تجمع اللعيبة أهلي وزمالك تحديدا ما كانوش بيشوفه بعض قالوا هو بيقوله إيه قالوا ابنك وخمسة والتاني يقوله وخدت منك السبر في الإمارات حتى بما كانوا بيلتقوا بيلتقوا مجموعات وانت عارف الحسية دي ما يدوا بقاش غير ان انت في فترات طفكت تاخد ايه اه اوقاتك حتى لو معسكرات مفتوحة كان مكان خلاص انا بكلف بالظفر في الفترة الجاية والحالة الحلوة بالظفر عشان كده خدوا لهم ماتشين على بالمتال جدافك ورجوه تاني كلهم يزعلوا على بعض ويفراحوا ببعض لان لعبتنا اشهد لهم في كل الاجيال اللي عصرناه ارجى اللعيبة تسافر معها وارجى اللعيبة عندها حكاية الوطن دي بيقلقوا على زعل الناس وبيحبوا يفرحوا الناس وبعضهم يقول التاني النعمة اللي احنا فيها دي بسبب الناس كلام جامد وكبير وكلام مواطن الحقيقة يحترم عليه نروح بقى للبطولة انا بقول لحضرتك بمعلومات كده يعني واكيد اسلام عنده يعني جزء كبير منه هو برضو لازال يعني ايه بيطلع كل الحاجات من زينا بقى احنا ايه شوالا كبيرنا لا الراجل حصل عليه زي ايه تحديد اقامة ناعم يعني كماتن التيم بدءا من محمد صلاح والشناو والسولية والجازي اتلموا مع مين معه والجمع ومع الراجل الترينر اللي معه اسمه ده سيدة وبدأ يقولوله يا عم مش هينفع كده احنا مش قادرين ده كدش يليه احترامه وبنسمعه وبيفيدنا تكتيكيا لكن اللي حاصل ده بيقلل قوي فرقتنا ومش قادرين نقوله ارجع لماتشاط وتفرج بدأ الراجل ده يلعب دور مهم قوي انه هو يبدأ يمرر الحاجات دي خليط ومزيج بين ارادة كيروش العنيد بشخصيته وبين الرؤى اللي اختنع هو بيها لان الراجل ده كان في جنوب افريقيا مع ايرلاندو بيرتس وعارف الكرة المصرية جدا مش بس سمعا وبالتالي بدأت اللعيبة تاخد منحنة تاني بعد ما اللي هو مثلا يقول له ايه يا كوتش احنا بقى النهاردة مش هنلاعب الشمال يمين بقى انت اكيد كنت بتفكر في كده يا كوتش يلا الدليل ان صلاح صح اخر ماتشين يعني وانت نجم كورة يعني اخر ماتشين هو اللي قاد الفكرة بعد المؤتمر وخرج بالتيم وهو اللي دخل سعة ضربات الجزاء والراجل واقف مستنيها يرجع يقول له ايه بعد انتهاء الوقت الاصلي في ماتش المغرب صلاح اعمل محاضرة صغيرة والراجل راكن على المترجم اكيد بيقول له صلاح بيقول ايه هذا لا يعني انه ده مساعة فراغ مش صحية ده راجل يعني من الطوب ليفل لكن هو تعمال لي بيقولنا كوباردولف متأخر يعني بعد يعني لو جلنا من سبعة تامن عشر سنين كان يبقى بشكل تاني المهم يعني نروح بقى للتحكيم منتخب مصر لم يجد اي مساندة من ناسنا في الكاف لكابتن اصمع الفتاح واحنا بنتكلم على اوه ومش في قضاء مقفولة في لجنة الحكام ولا المؤنس انا بريد اللي الجامعة التونسية لكرة القدم طلعت له بيان شكر ضمن الجمل اللي فيه قاتلة من اجل عدم توقيع عقوبة على المنتخب التونسي لما رفض يستكمل ماتش مالي طب يا عم ازاي طب يا عم يقول لا هزعل منكو ده انت اقدم واحد في الكاف والاقدم حتى في اعضاء الفيفا بما فيهم انفنتينو حتى لو كان كموظف كمال وبالتالي لم يتدخل احد وكأن الرسالة بكنا تشوف يعني اناك الخير مش انا بقى خلاص مش موجود وروني بقى الجدد ردس خالد الدرندلي يعني متعود على الاهلي كل حاجة عندها حد مخلصها وبالتالي لقى الدنيا مش كده في اتحاد الكورة الراجل المحترم سات اللواء لما سافر كمان بدأوا يعوه ان المسألة محتاجة انت قلتها صح خطوة اصطباقية لانه ما ورد اليهم ومعالي السفير شغال ولا مديرين الفرق وبنا اديله الصح ده بجد بقى كنه مدير اخر للمنتخب مع واقل جمع تمام وواقل برضو قناعته باللعيبة وبالارائل اللي حواليه من نجوم الكبار سهلت شوية كسب الراجل لصالح الفريق كيروش وبالتالي بدأوا يحسوا انه حصل اجتماع شمال افريقيا وغرب افريقيا اختلفوا في اللجنة هم سبع اعضاء مين يحكم في الوقت ده انتو مدتوش الشمال العربي ماتشات كبيرة ومشيتوا ناس واعدتوا الراجل بتاع السنغال ودتوله ماتش مصر اللي هو عنده ماتش معاها في مارس وكان يجب ان البطولة تكون اكثر نقاء ازاي مفيش حاجة اسمها كده لا فيه والمصريين احتاجوا وكذا طيب الراجل الغربال مشي راح كاس العالم للاندية ممكن يرجع عادي جدا زي ما انت عدت السنغال طب رادوان جيد موجود فلما حنو مضطرين ربما يحتفظوا بيلي النهائي هو وجوميز طب انت الراجل الوحيد اللي عنده مشاكل نفسية مع مصر تديره الماتش ازاي يعني حصل الاجتماع وبدأ الامر وكأن خلاص الجوانتمالي ضيف البطولة اللي هو اسكوبار ومعه الراجل جيريرو اللي هو المكسيكي على الفار وجدا ممتاز وقالوا ده ينقل بطولة اكتر ويضع عليها شفافية اكبر مصر هي الاكسر حصول والكاميرون هي البلد المنظم وتاني اكسر من انتخبات حصولها لا يعني كمان ايه من حيث وضعها ان هي المنظم محدش يقول حد دعمها وان الاوان لبداية الاعلان طيب ماتش السنغال وبركينا قالوا ما يجتمع اللجنة عشان يعلن مين اللي هياخد الماتش ده هب رئيس اللجنة البروندي طلب اجتماع عاجل امبارح قرابة ساعة تسعة عشر بتوقتنا راحوا على الاجتماع فاجئهم بقرار غريب جدا ان هو بيقول لهم باسم اللجنة وجهت الشكر الاسكوبار وفرناندو ده وقلت لهم دور كنتا وقلت لهم كمان يتوجهوا لالناس الاداريين بعشان يحجزوا لهم ملاعب تدريب وكذا على اساس بقوش في البولة فمش هتمرنوا مع الحكام العاملين لسه اسقط في ايد الناس وبدأوا يعيدوا الحوار من اول وجديد لقوا جسامة بقى الاكثر الغرب والشرق تاني جسامة تمام بيعاز من رئيس اللجنة البروندي اسمه كريستين او حاجة كده اوكي بنا بيقول لحضرتك فبدأ يهد اللعب شوية ويقول طب احنا دلوقتي عندنا الماتش الاولاني راحوا مدينه لبامالاك تسيمة ومعاه ردوان جيد تمام طب الماتش ده طرحوا اسمه شام قراط علشان يهدوا الجزء العربي شام قراط التونسي وهو حكم رائع تم تديله هو السفار قالك لا ده دي ضمانة بقى هيعده هو في المراجعة في الفار والراجل ده يحكم مين جسام ولم يستطيعوا اخراج القرار باعتباره مكتوب عشان يروح ادارة الاعلام يفترض امتى بكرة حتى الان لم يكتب لم يكتب لم يكتب طيب ما ده حلو الراجل بقى دلوقتي لما عرف كده البعثة المصرية بدأوا يفكروا في اللي قلتوه حضراتكم الساس جمال اللي هو خطوة بقى استباقية زقل قدام قالك لا احنا مش عايزين هذا الجسامة خالص شوفوا لكم حل معنا على ان جسامة يوصلوا واكيد بيقرأ ويكتب طبعا ودي عملية مهمة جدا يفك الخط يعني وهيقرأ ويشوف اللي الكتب حواليه وبالتالي اللجنة كمان تبدأ تبث انه لا ده اوان تطهير البطولة من اي شوائب من 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 وبالتالي كمان ضمانت انه الفار والمراجعة فيها حكم محترم مشهود له ما عندوش غلطة في تاريخه كله ما عندوش اقاة في شام قراط انا درستيلك كل اللي موجودين يعني وهنا طلعوا بقى بيان الرسم ايه عشان ما يبقوش خلصوا الاجتماع كده اللي هو بيكتب للإعلام بملاك تسيمة وردوان جيد لمباراة مصر كمان السنغال و مصر السنغال وموركين وارجقوا للغد يعني انت بتقول الوكرة الاجتماع اللي استمر للساعة 2-3 يعني لسه لسه حتى الان مش رسميا اه طبعا وإلا لانه نشر على صفحة الاتحاد مبدئيا واستاذ عصام بقول رسم مش رسميا اه انا بقول رسميا جوه اللجنة لكن بكرة عشان يزبطوا الاداء ويقولوا انه احنا بنعلن يوم السابق على المباراة هم اعلنوا النهاردة وحطوا على الساعت بتاعهم ووزعوا على الميديا انه خلاص بملاك تسيمة وردوان جيد لماتش السنغال بكرة اللي هو الاربع الاعلان بقى الرسمي انه بكاري جسامة وهشام قراط ايه بقى اللي ممكن يحصل في الساعات دي ما نعرفش ما يهمناش انا بقول لحضرتك ده مكتسب رائع انه مصر التي كانت دائما ما تقدر كل ده وتقول ما نقدرش نزعى لحد مننا لا 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 ما يعدش اصلحتنا بالزبط الاهم انا متأكد علم اليقين انه اللاعبين بعيدين تماما لكن مو صلاح وكباتنا التيم قعدوا وقالوا احنا عندنا التزام مهم غير الروح ونلعب بنفس النهج اوه ندي الحكم طبعا سكينا اضربنا بيها ان شاء الله ما احصلش لدرجة انه متكلموا عن المناطق المتميزة حوالين خط التمنتاشر وعن الالتحامات داخل التمنتاشر نتكلم فيها دي اسوز بقى صمب عليها لان ده مهم جدا يصفر عليها ان شاء الله ده اكيد طبعا لعبتنا خبرات كبيرة وده اللي حصل يمكن لولا الحكم سنيال المات شريفات هو اللي كان يعني بيحاول لحجم الدنيا ودي فوالات للمنتخب المغربي حوالين التمنتاشر كان اللعيبة بتاعتنا يعني حتى محمد عبد المانا في كورة مع في الشاطر حكيمي وطلقات بره الحمد لله حتى عاتل نفسه اه طبعا بس على اساس النزأ يعني لانه هنا اللعيبة عارفة ان المنطق دي خطر وبالتالي طبعا مش عايزين يعملوا فوالات فيها هنتعلى فاصل بعد اذنكو نرجع نكمل كلامنا عن منتخبنا الوطن طيب كم بيحاولكم خانيني بس قبل ما نروح نكمل مع ضيوفنا كلامنا عن المنتخب يعني النهاردة لجنة للنباط بالاتحاد الافريقي الكاف اعلنت يعني غرامة على مصر خمسين الف دولار لعدم حضور ميستر كروش للمؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر والمغرب طبعا كلنا نتذكر للمنتابع الفترة اللي فاتت ان كان فيه ظروف خاصة بالمرور وظروف خاصة بالوصول للاستاد عشان ميستر كروش يبقى موجود ويحضر المؤتمر الصحفي خلت ان المؤتمر يتلاقي او هو ما يحضرش المؤتمر ده نتيجة طبعا الازدحام المرور يبالتاني او عن هما مرهمش داعوا يعني ما بيجي يبصوا ليه ما حضرش ليه الأمور ما كمنتش بالشكل الطبيعي هما بيحطوا المؤتمر بيبقى فيهم تدريب قبل التدريب قبل التدريب اللي هي على مروان داود ايقاف مبارتين مع تغريم الاتحاد المصري خمس تلاف دولار تمام وروجير دي صال مساعد بتعكيرش أربع مباريات وتغريم الاتحاد المصري عشر تلاف دولار يغيب داود مش عارف ايه عن المبارتين القادمتين هو الأهم الخاص بطبعا المؤتمر وقصة اللي هو اللي انت قلت عليه اللي هو الخاص بالمؤتمر الصحفي في قصة موراة مصر والمغرب والماء على الاحتجاجات ساعة ماتش المغرب على فكرة وقالك خرق البروتوكولات هو واضح كمان في الماتش المغرب يعني انت ليه متجه ليه الجهاز الفني الخاص والمعاون لمصر الكروش دايما وبتحب تنزرهم ودايما مركز مع المتخب وده كان ده الرجل الرابع شاور دي سايدة على خطوة روقة الرجل وقف على خط شفتها بالصدفة الشاشة جايبها روعمل له كده ده الرجل وقف على خط على فكرة هو ده كله عارف حد بي بيغتت على حد ايوا بس ده كله بقى المفروض في مباراة الكاميرون انت لفاء انت عارف ان انت هتبقى مرصود ويعني ومبطق ويعني مش هقولك هيمسك لك على الوحدة اقولك حاجة ممكن ماتش يضيع منك استاذ جمال بسبب يعني اصل العنوان الرئيسي الحكم مالك الملعب ده من وحنا صغاري بالزبط حاجة هيادر يقوله انت محتاج تركز فوق التركيز بس محتاج تركز تماما فوق التركيز فكرة القدم في المباراة نفسها احنا قادرين احنا عندنا احنا عندنا ضبط النفس انسى بس انسى التشكيلات اللي احنا بنتكلم فيها الكودفوار المغرب الفرقتين جمدين جدا صحيح فأما يجي النهاردة استعرض منتخب الكاميرون اسماء واندية ومحترفين حلقهم عليين صحيح فيه لقطة كانت نقل الجمعة احنا بنتكارج على المارش كان هو على الخط وتقريبا حد ان المغرب برضو كرة طالع قاود وقال جمعة حسيت للاحظة ان هو عايز ينزل يلعب حط رجله عارف لو كان في نحيب المغرب تكابل كان بقت مشكلة ما انا بقولك يعني هي عايزة منتهى الحظر المباراة اللي جاية دي ما هياش مباراة عادية انت بتلعب مع صاحب الارض في وسط ملعبه وجماهيره والدنيا بالنسبة لك والحكم انت الام منه اصلا حتى لو ان انت تحفظت رسميا انا هو برضو تخاف اكتر انه انت لو والباية بقى في ادنى اوستاذ جماعي نعم ان لعبتنا بكبرات السنين اللي قالها فاروق اه ما فيش بقى سبب ان انت تخليه عنده سبب يحط الصفار ايوما دي مهمة هزوي اه 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 طبعا وده عمليه تأهيل بتحصل فترة دي يعني مهم جدا وانت قاعد اهو انت مش بس بتتمرن في الملعب ولا بتتمرن لأ انا شايف ان هي اهم انت عشان عشان تلعب موتش كويس قوي وتتفوق على الكاميرون الكاميرون فريق كبير عشان تتفوق عليه في وسط الظروف دي كلها لازم تكون هادي وبتلعب كرة ماشي يعني ما يخرجكش عن تركيز انا مش قلقان لي مش بس نطج اللعيبة وانه صلاح بقى خلاص وبقيت الكباتن الكبار تحديدا انا ده سبب عدم القلق انه لو كان لعبتنا هيحصل منهم حاجة زي كده كانت حصلت بعد الظلم اللي خلى انني كان اه يعني شعب شعب ومحمد صراح عملة رعى الراجل يعني بس بس خلي بالك يا سيد سامة انا لازم برضو في الملعب اوجه الحاكم لا 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 ده من الحاجات العظيم لجباتن الفرقة ويروح ويوقف اللعب ويخليه اضطر يسمى الفار وحاجات كده لكن انا قصدي ايه محدش هيقدر يخرجك تاني عن شعورك زي اللي كان حصل ده فاللعيبة انا بقول لحضراتك اه استاذ جمال لا يمكن هيستفز وده ان شاء الله دور صلاح انا اعطاك كروش هو يتكلم في الفنيات لكن دور صلاح في النقطة دي يتكلم عن لعيبة واللعيبة نفسها انا عندنا لعيبة كبيرة يعني يتكلموا عبعد في النقطة دي لا وهو صلاح بصفته اكثر خبرة هو مفروض يقود المسألة دي حاصر يعني هو قايم بالدور ده خلال الماتشين اللي فاتوا بشكل كويس جدا في واحدة منهم نادى عن النين اه اه شغل له طبعا خلينا اكلمكو على منتخب مصر ومنتخب كمان في البطولة دي احنا طبعا التاريخ بالنسبة لنا يعني الحمد لله في تفوق وحتى في البطولات احنا في تفوق في هذه البطولة بالنسبة لمنتخب المصري وانا ده قلت في انتو ان مصر ما بتوصل لكأس الامم في النهائي بتصعب ان تتفرط اه صعب ان احنا نفرط فيها بالتالي طبعا فرصة ان شاء الله ان احنا لو عدناهم نوصل من برانعية ان شاء الله ان شاء الله ولكن خلينا اقول لكم في مشوار البطولة السوداء السام المنتخب الكاميروني لم يجابه منتخبات قوية حتى الان لا بوركينا بالعكس على عكس مصر هنا منتخبات سويا جانب يا رسل اقدر هو طريقه على عكس منتخب مصر طريقه كان اسأل انت بقى طريقك كان صعب جدا ولعبت مع فرق مرشاحة للبطولة طبعا يعني كد فور نجيريا في اول مطش احنا ثلاث مرشات اتكذب عليهم في الاعلام العالمي نهائي مباكري نيجيريا كود فور المغرب ومع ذلك في المنشتات اليوم نهائي مباكري ومع ذلك انت قدرت يعني تتغلب لا وفي نقطة مهمة قوي يعني انت لما تشوف مباريات كود فور او المغرب مع الفرق الاخرى تلاقي هم اللي راكبين الماتش احنا كنا راكبين الماتشين انت فاهم قصدي يعني وده برضو يرجعنا بنقطة ايه مش كان فيه خلاف انه بيلعب اربعة تلاتة تلاتة والله العظيم ما تحست بيلعب بايه كل اللعيبة وانت قلت يا أستاذ جماعة اللعيبة انتشرت ولكبينت لهم رأة اضافية ده كويه احساسهم بالمسئولية وده بيحصل بكورة يا جماعة بس لازم نشكر الاداد البدني للتيم الحياة تكمعات كابتن طلعت ماتشين كابتن طلعت مبارح مبارح اه اتفرقت انا على قال حاجة كويسة قوي طبعا الحوار كله كان جميل الله يخليك لكن هو قال جزئة مهمة قوي طرق اللعب اربعة تلاتة تلاتة وتلاتة واربعة تلاتة تلاتة واحد والكلام ده يعني الخلاف مش كبير مش كبير مش بقيه في التنظيم تنظيم اللعيبة في الملعب ووجباتهم ووجباتهم انا بقولك اللي حصل معانا في الماتشين اللي فاته لا كل لعيب قدى اللي عنده الواجب اللي عليه والزيادة صحيح فما تحسش ان الملعب فاضي صحيح بدأ ينعبوا حاجات عضلية ووضع النهية من عدم قدراتهم البدنية فده ده شيء انا عايز اعلاك سؤال السلام الفكرة هل التطور الاداء فقط للمنتخبنا ولا فكرة عدم الخوف من المنتخبات الكبيرة خلاص كانتش موجودة خصوصا ما بعد مكسبك لكود ديفوار او في نص الماتش في مباراة كود ديفوار لان المنتخب كود ديفوار كان منتخب قوي وكان عنده فرص كبيرة برضو وللفوز لكن انت قدرت تماشي الماتش زي ما انت عايز وبالتالي انت ماتش الكاميرا وعندك ثقة في نفسك وثقة كبيرة في اللي انت عملت وبالتالي هتشتغل على النقطة دي طبعا انا باعتبارها بشوات الخبرة من معاشرات مع لعابة الكورة المصريين يعني ان هي ايه طب ما احنا حلوين اهو بزبط يعني بيقولوها كده من غير ما يقولوها اللي هو انت اتخدت خسرت الحاجز الخطوة الاولى ايوة صدقوا نفسهم صدقت نفسي صدق نفسي وعدت استعيد زكرة لكن هتفضل الجملة دي ولو اني ما بقاش لها لازمة منهم لله اللي ما عملوش اعداد في التوقفات الدولية عشان اللعيبة كانت طروح من صدقاء بدري ما انا مش هارجع انا بقولك انا لا انا بحاول ارفع عنهم انه الناس تقول اللعيبة ما كانتش اللعيبة محتاجة النظام يديرها بس في الاخر انت العيب بيجيلك على الماتش على التوقف الدولي ولجندة الدولية يا كابتن انت عندك برضو جوة محليين يا اخي كنت برضو خلي الناس تتجمع وكذا لا طبعا صدقني كالتباطات لا الظروف لا يا كابتن عاملة زي موسيماني وايه وما لعب بالناشئين عشان بيجدد العاد فإيه لعب الكبار هنتكلم على الآلي طبعا والاسماعيلي جامد فلعب بالصغرين اللاعبوا ماتش عالوا اللاعب بيهم ماتشين تاني احنا الحمد لله التمين كانوا خايفين اللا يتغلبوا واما مش نقصين وجع احنا الحمد لله ان الفرقة دلوقت في منتخب مصر وصل الى الشكل اللي احنا بنتمناه يعني ايه حصل نوع من التطور في الأداء على مستوى جميع اللاعبين واللعابة خدت على بعض وخدوا على بعض وبقى فيه تركات هيعملوها مع بعض دايما دايما احنا بنقول ان المنتخب بيبقى افضل طبعا لان المدة الطويلة اللي مع بعض دي طرقة المجمعة وبرضو انا بتتفق مع كلام من السيد عصام في ان لعيبة منتخب مصر اكثر فرق الافريقية ايمانا بالحكاية الوطنية طبعا دي بتفرق معاهم خلي بالك فرق جامد جدا انتو حب يعملها بوص لا تصحات غير موافقة خالص غلط خالص وبرضو مراين بمستقبله كله وحاجات كده يا باشا افلتت منه يعني هو عارف انه خسر الغرب بعد ما قال له ما نفقسكو وانعمل هنا بطلات زي بطلاتكو وانمنع لعبتنا لا لا وزي ما قال اللي هو تصريح بعد كده نافوه يعني قالك اتفهم غلط ان المقصورة للأفارقة اه اه ايه عام انت كنت بتقعب في اوروبا طول عمرها جاي تعمل تمييز هنا في افريقيا لا يعني انت لعبت طول عمرك في اوروبا محدش قالك وقف ورا العكس ده الدنيا وقفت لما متفرج رمع ليه سودانيا مثلا فانت ايه النزعة يعني انت شغال في نزعة وانصرية وكنا بنعملين حيية غلط لانه فيه بس هو اتكلم على نقطة خاصة ببلده في الوقت ده هو ايه هو عايز يثبت ان الكاميرون قادرة خلاص احنا بنقول طيب سودانيا بس اخدك لنقطة مجابهة المنتخب الكاميروني بلعبته اللي موجودة في الوقت الحالي هو اقل المنتخبات كبيرة تتعامل معه ازاي اقل المنتخبات الكبيرة عددا في اللعيبة اللي هي هاي ليفن يعني هو عنده فانسينت أبو بكر أبو بكر ورجل نمراتيس هم اتنين جابوا الاهداف ورجل بيلعب بيحط لهم الكورة دفاعه عادي جدا نص الملعب في تفندر كوي يعني ما عندوش زي المغرب سبع لعيبة جامدين قوي ولا زي كود فوار ولا زي كود فوار اكتر من تمانية مية واحدة جامدين جدا تقيلة حوات كورة عندهم كمان فهم صحية الراجل بيطلع ويقدر عشان كده بيتعالوا عالكورة ويطلع يعمل مشت رجله كده ويطلع يعملها كده لا هم أقل الفرق بس عندهم باور الجمهور يا كابتك وبالتالي لا انت تقدر تعمل شغلك عليهم لكن ده بقى منتخب عاوز شيء من انك تهمد الجمهور باص 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 من غير بقى ما تحسزوا ان انت مستنيه او مساعة جس النبض تزيد لا انت لازم بس ما تحاولش تقطاحمه مبكرا ليه؟ لان هو كمان على قد فهمي زي ما حصل كده مع كود فور لما بدأت هي تحس انها مش عارفة تيجي نص ملعبنا صحيح فانت قدرت تسيطر لان اللعب المصري بالمهارة والزكاء يقدر يكسب العضلات فكرة انها طول الماتش ده في ماتش زي ده كده موجودة موجودة ولا انك تخطف للبداية؟ لا للمغامرة تخطف حاجة والمغامرة حاجة يعني مش عشان ان شاء الله الكرة تبقى مديانة فنروح بالستة والسبعة ونبقى ايه؟ ان احنا الله رحمك كابتن جاري احنا مش بتوع واحدة بواحدة لازم كل حد يستغل كامل اسلحته يعني مش هجمة بهجمة يعني هم امكاناتهم البدنية موجودة جديرا؟ عشان الامكانات البدنية دي لكن انت طول الوقت هتدور على الخطيفة دي الخطيفة دي اكيد بتركها ما يعني لكن لا داعي للمغامرة وراء بعض وراء بعض وراء بعض الدخول بقى في امكانيات ونخش بقى في امكانيات ونخش في خبر ابيض بص واحدة رجعت علينا كذا لا 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 بس كنت بتفرج على ماتش الكاميرون الهائي ده اللي هو بتاع 2017 يعني فانست ابو بكر هو اللي كان احرز هدف انفوز هو اللي جاب الجوز يعني انت بس يعني تعامل معاه بقوة وهو فرود يعني جوة 18 بس بالزبط اولا لازم انت تأمن الناحية الدفاعية عندك قوي لازم ولازم يبقى فيه تقارب بين الخطوط بتاعتك وانت قدرت تعملها في ماتش المغرب وفي ماتش كودفوار يعني قدرت ان انت تحمي نفسك وفي نفس الوقت التطوير بتاع الهجمع ما بعد كده انت عندك محمد صراح مزم في الهدف التاني مع الوقت وكده انت قدرت ان انت تشن هجمة بعد ما ارهقت مدافعين بتاع المغرب بس عملوا اللي انت قلته كنا برضو كتلة لعبتنا قفلة على لعبة المغرب وبالتالي خدنا الكرة باص والتاني صلاح اللي سريزيجيه كان هم عندهمش اللي ثلاث بكات انت زهقتهم وهمتهم سواء كودفوار او المغرب انت حسستهم ان الدنيا مقفولة هنا ومع طول الوقت صعب انك تختار صعب انك تختار بس الحية من المرات الجميلة من ايام منتخب ايام الكابتن حسن اللي هي مش فكرة انت تدافع لا فكرة تحركات متكملة يعني الناحية اللي مين بتعمل هلالية كده فتلاقيهم بيقفله تكتشف انه العيب بياخد الكرة قبل ما يعد فاروق يلاقي العيب تاني ويلاقي العيب تالي واللي عايز يعني يبصيله هو مترائب طب وجود يعني طبعا احمد حجازي لا خلاص راح الماني وبالتالي عودة الوينش في ماتشز ده مهمة ولكن هل الفترة الاصابة دي كم يوم العدم تأثر على الوينش ولا تشتغل تشتغل قولنا عندنا ولا تشغل محمود علاء لانه هو نزل محمود علاء الماتشي اللي فات معلنا بدل كويس واعداد يعني الناس شغالة لصطاف شغال كويس ما اعتقدش هيغمره بحد يخسروه مش عشان تغييره لا يخسروه في كرة فما يالحقش يعني تشد منه في واحدة احمد الزاك الوينش ممكن ما يبتديش لو كان مش هيقدر مش هيبدأه بي لو ما ابتدياش الماتشي اللي فات لا نعم الماتشي اللي فات كان لسه هو كده اتمرن اربعة ايام بقى فول تمرين يعني اكيد تجرب كويس قوي خلال الاربعة ايام اللي فاته دول هو مش هيتاخد قرار باودته الا اذا كان وصل تمامي هو مش عايز يخسروه في واحدة من المراقبات مش بس كتغيير ما كتغيير على الله على الله وينزل محمود مثلا محمود علاء لكن هو مش عايز يخسروه في سراع فردي فتلاقي الرجل انطلق هو مش هيوا في سام عليه لو وقع والمركز الاهم بقى ابو جابل ابو جابل البعض شاف ان طبعا انا عشان احنا عارفين انت العدر الضم العدر الضم لا لا بس محمد صبح يهيل وجد طبعا وعاقلين لا لا انا بتكلم على ان في بعض الناس اقلت لك لو جابل شارك الماتشي الجاي يبقى هو كان خايف من ماتشي المغرب وقال لك ان اخوه لا 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 ده انا فجئت يا كابتن ازاي انا فجئت لا ده انت ايه سوش الميديا بتاعتنا ده هو يعني حيطلب يخرج ده ما كانش راضي يخرج اصلا عاية ترفز يعني خلي بالك يا سوش جماعة اصابة العدر الضم بالنسبة لعيب الكورة تقدر لو هي بسيطة لو بسيطة مش زي الخلفية والأمامين لو ارهاك اجابت اه لو ارهاك تقدر تشتغل عليها طبعا حاول مرتين بس واضح انه استجاب بقى مش لانه مش قادر بس استجاب له صوت العقل انه بلاش تكمل عليها كيروش قال كده قال اه انه بيقدر فيه الحطة الوطنية بس كان يجب الخروج فورا او المحص بالاصابة قصدي انه هو كمان استجاب لفكرة بلاش تستنزف نفسك في محاولات عليها فتتفاقم الاصابة طبعا عشان تقدر ترجع 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 عشان يبقى رجوعك اسأل وصراحة الكورة اللي تصفيها دي كانت كورة مهمة جدا وهو تتحول مهمة جدا كانت انصدق البطولة ان شاء الله تفتكرها كان فيه واحدة للحضر يمدربه مع درجبة وكالات الانباء سموها صدت البطولة بدماغ درجبة كده احنا في الملعب انا وابراهيم وايمن حطينا قدينة على عينينا ده كالكوة جول خلاص لا مش في 2006 في جانب في 8 واحدة طلع بدماغه ما عرفش الحضر يوضع كورنر ازاي كنا اتنين واحد هب اتنين اتنين لانه كانوا جابوا جون كنا اتنين سفر جابوا جون واحنا طبعا عارفين نفسنا من قطر بين الشيطين كانوا يفوق طيب حتى الان من وجهة نظركم اداء منتخبنا ولعبتنا بتشوفوا مين كان عمل بقى طفرة في المنتخب ومين افضل لعب حتى الان في الفترة شوف المنتخب من وجهة نظري بجميع انا بتكلم بقى على الناحية الجماعية لو في لعيب مش مقادي الواجبات بتاعته المنتخب مش هيلعب كده المنتخب ده وصل سر النجاح دلوقتي الجماعية 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 دي معناها ايه ان جميع اللاعبين وصلوا ليقف فنية وبدانية وزهنية ان كلهم بيقادوا بشكل قوي لو عايز بقى المكاسد محمد عبد منعم عمر كمال فتوح فتوح شوف انا جايبلك من الدفاع وعندك طبعا طبعا ابو جبل ولو انها مش اكتشافات لكن حمد فتحي يعني شوف انت احنا كم واحد بنكلم عليه دي اللعبة اللي بتولي عليها يا سيد عصام اه دي رجبة والحضر اه صدت البطولة الحضر ايه نويتها سمتها صدت البطولة خرج الجن دي شد في شعره في المرة خلي بالك اصابة ابو جبل اه لانه اللعبة صعبة جدا جدا واكيد عمل فيها عصام هو هو الشد غالبا وكتن برضو على قد فهمي في الرياضة وفي الكورة يعني ان اصلا تحملك العصبي ممكن بيقز عضلاتك لا ده هو عمل اكيد جهد ما هو ده هو اللي اصابه لانه انت جهد الحركة في جزء مستاني جهد الحركة جهد الحركة بردت الفعل دي كان نتاك تركيز عالي فالتركيز بيأكل من عطلات اللعب يعني ضربة الجزاء برضو في ماتش كو دفور اه برضو دراجبة لا 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 ابو جبل ده با ابو جبل اه لا فيه كنبلة برضو الحضر سبحان الله ان شاء الله موفقين هو نفس الاجواء طيب ان شاء الله نكسب ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل متفائل جدا كمان لانه بقى عندنا منتخب جماعي بنجوم كبار حتى مش بس كبار عشان صلاح وال يعني قوات المحمولة جوا لا كلهم بقوا كبار زي ما بستاذ جماعي قال صحيح حتى اللي راحوا على السكواد جديد صحيح ما شاء الله لا وانا عايز اقول برضو حاجة انا فعلا راضي رضا كامل عن منتخب مصر الذي ظاهر في المبارتين الاخيرتين كدفار والمغرب بصراحة يعني هو ده ممتخبنا اه يعني انا بفترض لا قدر الله وزوارد في كرة القدم ان انت ما تكسبش هم سلس نتائج انت عملت لا يعني اللعيبة انت بالمقارنة بالممتخبات الكبيرة اللي في البطولة لا يعني متخب مصر عامل لا بالعكس البطولة لو بالنقط زي المجموعات احنا خدناها احنا لعبنا كل الفرق ايوة هم ملاعبوا مين يعني بالزبط لكن اهم حاجة برضو ان انا عايز اقول ان احنا كسبنا هذا المنتخب فعلا يقنعونا جدا جدا ان شاء الله يكسبوا انا وحضرتك كنا متفقين ان اداء كدفوار لو ما سيله في المغرب ولناش دعب النتيجة راضيين طب انت لو تفتكر لما كلمنا كابتن احمد ناجي ايوة قبل كدفوار وقبل المغرب قبل المغرب قال وكلامنا كده واحنا متفقين احنا التلاتة اه على ان المطش صعب جدا ومحتاج استنفار ايوة لو تتذكر استنفار للجهد اللي موجود جوا كل الاعد صحيح تطلعه ولولا هذا الاستنفار بص يا كابتن انت مش عندك الاسماء ايه جنت وسالسبورج ومش عارف مين اسماء الاندية بالنسبة لل اه اه بالنسبة لكل المنتخبات الاندية انا شايف اللعيبة المصريين حتى بالمحترفين محليا لا اعظم من الناس دي بكتير ان شاء الله ان شاء الله طبعا فان شاء الله عندنا القدر برضو للمعلومة قبل ما انتقل بقى اللي عايزة تكلم على الاهلي شوية ان منتخبنا انت بتقول ان احنا كسبنا منتخب طبعا عندنا من 16-19 لعب الاول مرة يشاركه في بطولة الامة افريقية طبعا التالي طبعا دي يعني جزء برضو في الحزبان بالوقت نشكره بقى يعني الان او الله نشكر كيروش ان هو برضو اعتمد على مجموعة لعبين جداد وطلعهم على المسرح يعني رائع رائع ده شيء جميل برضو طيب خليني اخد بس الاهلي ويمكن معاد البطولة يعني اثر بشكل كبير جدا على بعتة النادي الاهلي طبعا في مشاركته في كاس العالم سيد عصام رأيك في تصرحكة الخطيب النهاردة وان الشكل الفني اللي هيظهر بيه النادي الاهلي بغض النظر بقى عن الاسماء لان التشارت النادي الاهلي اي حد بيالبس التشارت لازم يقوم بالضوء مؤكد وانت قادر الناس بدا لا بص تصريحات النهاردة كانت مهمة لكن انا بس معترض انه لما تقالي الكلام عن الجزء بتاع اتحاد الكورة ابلاغنا او المانسة احمد بجاية كان لازم يوضحه وطلع الكلام ده كذب لا يملك اي حقيقة او اي يعني وصف بلاش كذب عشان يقوله النادي الاهلي ما يقولش مثلا يعني وصف زي ده لانه فعلا الكلام ده لم يكن له اي اساس عب جدا ان انت تبقى رئيس الاتحاد كمسؤول كمان مش عشان رئيس ولا نائب لا انت المسؤول عن الاندية دي فلما يطلب منك التدخل علشان تقول لنا هنعمل ايه هنمشي منين ونوقف فين ونجري منين فتطلع وتخرج بتصريح لكل الدنيا سيلعب منتخب مصر بكامل نجومه وسيلعب النادي الاهلي بكامل نجومه في كأس العالم للاندية بدون اي مشاكل انا حافظه تقديم يسأل عنها يسأل عنها المهندس احمد مجال اه لا انا طبعا طبعا اه انما برضو اقرارا للامر الواقع يا كابتن يا سيد عصام الاهلي صدر له ساعتها الاهلي صدر له بيان شكر لا اولا شكروا ليه عشان يزنوه اللون خلاص انتهت لا عشان انت مسئول هو عن اتحاد الكورة سانيا سانيا النادي الاهلي برضو لم يتوقف اصدر بياناته وخاطب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي عبر خالد مرتاجي وعمله ورشة عمل عشان حاولوا يأجيله على الاقل لاقرار الامر الواقع يا سيد الفاضل كان يجب ان يخرج جواب بموعيد مقترحة لم يخرج وانا قلتلك علي من اسبوعين ما قلنا برضو مع بعض من الاتحاد الكورة السابق لم يخرج وبقت برضو فضيحة بعد ما قالهم صدرناه من هنا للاتحاد الدولي ليه؟ لان هو كان قارئ جيد هو وعارف ان البطولة هتتعمل في المواعد دي على مقاس تشلسي والرعاء والبس المتباع في الصين وفي حتة تانية غير اوروبا يعني وبالتالي انا بس مستنكف ان الاهلي كان يجب ان يوضح وهو بيقول هنا فوجئنا لا انت ما فوجئتش انت اتعرض عليك كلام فاسد يعني اسلحة فاسدة تمام بس هو برضو كان لازم يذكرها في البيان ماشي اسوز عصام بس برضو النادي الاهلي وانت قادرة مني بكده وكابتن فاروق اسبت موقفه اه طبعا انا مقصودش اه يعني اسبت في التوهيب ده في الوقت اللي تعالف في وقتها الكلام على بيان اللي صدر النهاردة بيان النهاردة بيان النهاردة ايوه موقت داني اه اللي قصده ساز جمال انه هو قبل كده لا انا بقول لا يعني انه نادي قال موقفه انه قال عمل كل يعني الواجب اللي عليه لكنه واحد راجع من مدرسة ولم تكن مفاجأة وانا قلت هنا بقى انا قلت واحنا مع بعض برضو وانت بتوضح للناس هنا كنت تقول وعجبا ان كل مقيل لم يكن لا ما هو قالك ووقتها رئيس اتحاد الكرة المصري اكده ايوه يبقى هو المسؤول رئيس تحالكورة بص بقى هنا سنلعب بكل العين تعالى بقى هنا بقى انزل بقى شواء معلش السطرين بتوقفه وجئنا مفيش اه فين اه قول لي معلش فين اه اه تضارف شأن موهد المنديال وتحركنا وقمنا بالتصالات تحركنا وقمنا بالتصالات اه يعني اللي انت قلت والسطرين اه بالدور اللي هو عليه لا ما انا قلتلك ان هو تحرك طيب انا عزينك هطلع لفصل ونرجع نكمل في الجزئة دي لان انا عايز برضو اه يا رأيكم برضو فيه اللي ممكن يقوم بين نادي الاهلي ناس وقوله مبارياته هل نادي الاهلي قادر ان نكمل خلي بالك قبل ما تطلع فصل فظل فظل الامور ان هناك اكتر من عشر لعبين يمكن حضاشا هيلعبوا مع منتخباتهم حتى فجر الجمعة في تصفيات امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية اه تمام حتى فجر الجمعة لمنتيري تمام حتى فجر الجمعة حلو المعلومة نطلع الفصل وكاملين مع اصدر الصام شالتود وزيز جمال الزواج بيستعد النادي الاهلي لخوض منافسات بطولة كاس العلم للاندية طيب كمين محاولكم سيد صامنا سيد جمال خلينا نتكلم برضو فنيا عن الاهلي قدرته بقى قدرته على ان هو يقدر في اول ماتش انا مش عايز اقول اللي يصمد لان اللعيبة اللي موجودة احنا قلنا متأكدين شوف ان بيلبس تشيرت الاحمر لازم بيقادي بمقاييس الكورة الفرقة زي ما قلت حضراك قبل الفاصل عايزين نقول للناس ان كل الدنيا بيحصل فيها حاجات لعيبته موزعين من منتخبات كتيرة منتيري هيلعبه لغاية فجر الجمعة وهيجوا ما بين بقى اختلاف التوقيتات بين القارتين مزهول واللي هو الساعة البيلوجية ما بين اجهات كل العيب يلعب مع منتخبه ما بين النادي الاهلي ينقصه عناصر لكن لما انا اقول لحضرتك علي لطفي تشكيل لان التشكيل حتى الان بيشغل بنا لا يلعب بي لان الاهلي مش هيحتاج في ماتش زي ده انه برضو يلعب مهاجما لازم يلعب على المرتدات خصوصا ممكن احنا عندنا عارفين طريقة لعب الفريق ده بالضبط بالضبط عشان كده لما يبقى علي لطفي في حراسة المرمى ويبقى عندك ياسر ابراهيم ورامي ربيعة او محمد هاني البندفاع ولو عايز يحط واحد زي ثلاثة اربعة يحط رامي ربيعة قدامهم مثلا هيبقى عنده كمان علي معلول على الشمال ده كلام محترم جدا هيبقى في خط النص عندك اليو ديانج موجود عندك عمار حمدي ادي اتنين اهم ينفعد فندرين كمان واحد منهم لعيب كرة شوية عمار عندك تحط معهم احمد عبقادر لو حبيت تزق قدامهم حد من المدافعين اللي مش هتستخدمهم في خط الظاهر ماشي لما تلعب في الهجوم بحسين الشحات وطاهر محمد طاهر بس اتعكي استخلي طاهر يعني ايه هو اللي يروح المرتد لكنه رأس حربة شهادو سترايكر مش كلا بقى في اللي قدام ما انا بقول لحضرتك حط بقى قفشة تمام معاك احنا كده فضلنا لعيب واحد بس طبعا برسيتاو مصاب حسام حسن قالوا انه ممكن ممكن يبقى جاهز اه اتقال كده النهاردة اه ادي التشكيلة لا بأس يعني ان تبدأ المباربة دي الطريقة يعني موضوع بس صعب بس بس من رحم المعاناة بطولة البطولات صعب ولكنه طوارئ مفروضة على النادي الالي صحيح فنقدر نقول برضو يعني ان توصل الامور لكده لأ عشان ما هو الالي مع كل احترام طبعا اللعباتنا اللي موجود الالي بس برضو فكرة اللعبين السين بتفرق طبعا طب في كل الدنيا كبت انت غايب عنك عمادة رئيسية لكن هي الفكرة ايه انت امام هذا الظرف هتصرف ازاي صحيح لابد ان تواجه وانت تعامل ايه كان صحيح ماشي وحتلعب باي مجموعة وانا برضو بنأكد انه البيان اللي طلع من الكابتن الخطيب مهمة اوي في ايه انه هو اولا مش هنتحدث عن الظروف خلاص الظروف ايه ده فرية الالي نحن الان امام موقف لابد ان نعبر منه بشكل كويس صحيح باعتبار ان الالي بيمثل الكرة المصرية صحيح والافريقية اه فا اعتقد برضو ان شاء الله يبقى الاداء بقدر الامكان كويس طيب مين هناخد فقرة نمبر اوان سريعا مع حضراتكم ويريد بس سريعا لان ما فيش وقت عنه طيب يلا ما جد بعد ازنك افضل مدرد في امم افريقية حتى الان بالنسبة لكم كروش ولا اليو سيسي ولا كامامالو انا شايف اليو سيسي المواطن النيجي سيسي 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 ماشي افضل ظهير ايمن في امم افريقية عمر كمال فاي وحكيمي عمر كمال عمر كمال افضل ظهير ايصر فاتوح تولو ولا ساليوسيس فاتوح فاتوح افضل موهبة عبيدي بيلي جورجوية سامواليتو دا انت بتكلم بها مش لازم اه لا مش لازم انا بتكلم تاني قدامي بالنسبة لك عبيدي بيلي سامواليتو ايه دا و جورجوية ايه دا دا بأيت خالص دا دول الاداء ايه انا عبيدي بيلي عبيدي بيلي أفضل حاكم حتى الآن ردوان جيد ولا فيكتور جوميز ولا مصطفى أوروبا؟ ردوان جيد فيكتور جوميز مش، أفضل معلق ليك أو سيز صام، سيز جمال كابتن محمد لطيف، كابتن ميري الشيربيني، كابتن متحة شلف كابتن شيربيني أقول إجابة مفاجئة، متحة شلف متحة شلف نورتوني وشرفتوني، يعني اللي قلت لازم أخفت النوم بران معاكم سيز صام، سيز جمال بشكركم إن شاء الله كل التوافير ممتخبنا إن شاء الله مقت بارك لبعض تزن الله إن شاء الله GOBS إن شاء الله نعني بعض وألوع التليفون بعد الموت إن شاء الله، ليه هنا، حتى مع الإسلام بقيت يكون هو اللي موجود إن شاء الله نتمنى التوافير ام mł boca لأنه فعلا، أو شاكنا فعلا، على أن أحنا نقدم ده ونستطيع أن نروض الأسود والفهود فلئ حديقة كل بجارة ليدو إن شاء الله كل التوافير ممتخبنا، ودعوتكم بأمر لا يبقى يوم حلو كده ونسعد به بأمر الله زي ما سعدنا في المواطشات اللي فاته إن شاء الله نسعد يوم الخميس بأمر الله من منتخب قوي المنتخب الكاميرون لكن إحنا إن شاء الله أبطال أفريقيا وفراعنة وكل حاجة يمكن في كرة القدم قبل كده إحنا مهد أفريقيا في كرة القدم وبالتالي إن شاء الله مكسب بأمر الله تسبوع على خير